احنا عايزين نخلصه قبل العيد عشان الناس تبقى نقفل على الموضوع فده بس نمخلين عين هناخد المحاضرة الجاية فنصد انت مفتكش حاجة طول ما انت مجاتش المحاضرة الجاية فالمحاضرة الجاية مجاتش خالص اخر حاجة يوم السابت الجاية اخر حاجة السابت الجاية وبعد كده حنوقف اسبوع اجازة عيد ونرجع بعد كده نكمل بقى سويتشين يعني هنخلص الروتين وبعد العيد ان شاء الله نبدأ من سويتش تماما سوى الله انا احضر مع حاضرتك المحاضرة الجاية كده في الـ يا غير تنور تنور مين مدور ولا مين محمود مجدي محمود باش تنور طبعا تنور اكيد قول لي باش قول غلصت الروتر بيتخضو يضرب سويتش مش بيتخضو كده بدأتوا تذكروا المنجيل ده بتحق نستلفوا منه خلاص نعتبر ان احنا ايه سويتش هو اللي مش بيتخض ولي بيتخض اما الروتر بيتخض بيدرب ينفع كده غلطات بسيطة زي كده في الراسة خلاطها ينفع اساسيات شبكاتها جنع طيب النهر ده عندنا زي ما بيقول حركة وهو مقارنة ومثال بس طالت صبرات مش انت قولتنا مرافقة الصبرتين ايوه ما هيبص يا صبرتين صبورة كنات المقارنة وصبورة المثال بس عشان خاطر الناس الانلاين تبقى بس شايفة وخط يكون واضح فهنخلي المقارنة عشان اخبر الخط على صبرتين ليه احنا هتجين كم نقطة مقارنة نهارده هنقارن ما بين 4 بروتوكولات بعشر نقطة عندنا 40 نقطة هتو تخيل نكتب 40 نقطة على صبورة واحدة عشان كده هنكتب خمس نقطة في الصبورة وخمس نقطة في الصبورة وبعد كده المثال وشكرا حل وقوي كده النهارده بس المهم انك انت تقدر تستوعب هنا طيب تعالى نشوف مع بعض هنقارن انا 4 بروتوكول طيب احنا مش هنمفهود ان الراوتين دول 8 بروتوكول اه صح بس التمانية دول 4 قداد و4 قدام فاحنا مش هنقارن و4 قدام ببعض لاننا مش هنشتغل بيهم اساسا ليه اغلبهم ما بيفهمشو الصبنتي احنا هنقارن مين هنقارن اجدد اربعة ببعض ليه تقول الاربعة المستخدمين حاليا في المنطق ان احنا نعمل ايه نقارن الاربعة جداد اللي هنشتغل به وطبعا من وسط الاربعة دول اساسا انت مطالب في المنهج بتاعك واحد بس مين مطالب بس بالأو س بيف طب ليه بقى ناخد ده كله عشان تفهم الأو س بيف بكتر بنخدم عليه يعني من الاخر يعني كل ده بنعمل ايه بنخدم على او س بيف لا اساسا شرحوا لسه ما جايش شرحوا لسه المحاضرة اللي جاية يعني شرحوا او س بيف بالتفصيل المحاضرة الجاية المحاضرة فاتت خدنا ايه لا ده مكانش او س بيف ده كان حاجة اسمها لينك ستيت بشكل عام مكانش او س بيف اهلا لا في النص لا ابدا مش في الجنب ابدا في النص هتشوف هتقول لي مش فئة من الجنب بس متعود صف اول قدام المدرس المستر نهارده المقارنة مجدوه الكبير طيف النص يعني شان تتعود صف اول قدام المدرس ايه مرضيك كده ايه صوت جنب صاحبك حقك طيب فعايزين نعمل ايه عايزين نهارده نقارن نبين بروتوكول اسمه ريب فيرجن 2 ومين كمان اعلى نقسم السبور 4 في 4 واحد اتنين ثلاثة اربع وين نقارنه مع بروتوكول اسمه اي اي جي ار بي واحد اتنين ثلاثة اربع نقارنه ببروتوكول اسمه او اس بي اف وده اللي اهم من نسبانه يعني العاشر نقطة اللي حنرصها في ال او س بي اف طول اللي اهم انك انت تفتكرون يعني حتى لو تهدو حاست الموضوع كبير حاول لما تجد ذاكر ذاكر بس على اقل العاشر نقطة بطولة ال او س بي اف فانت كفانك تبعارف ايه ريب او س بي اف اي اج ار بي لكن لو عايز تبعارف كل واحدة منه مختصار لايه جايزة الموضوع با يفهمك اكتر اقول لك الرب اختصار لراوتنج روتنج انفورميشن بروتوكول ايش معنى لا اسمه على مسمى انه بروتوكول صوفتوير مشان ايه المعلومات مش داتة اشارات مش داتة معلومات خاصة بالروتنج ايه معلومات الخاصة بالروتنج هي الروتنج تبع ايه E اختصار الإنهانسد I-G-R-P و I-G-R-P اختصار الإنتيريور جتوية روتينج بروتوكول مش مرح توقع تحفز كل الكلام ده ويعني إيه حلو قوي إنك تعرف كلك إيه إن الناس بتطلق بطول كلمة E-I-G-R-P قول كلمة E-I-G-R-P كده عاشهم مرات نفسك بتعكس الحروف حصل؟ تسوف شوف فالنصد إيه إنت حتشان تقول E-I-G-R-P عشان مطلع نفسك الحروف ال G دخلت قبل R ساعة وال B دخلت قابلين كلوه O-S-P-F Open Shortest Path First وآخيراً BGP اختصار لي Border Gateway Protocol ده يمكننا سهل شوي Protocol لو بس حرف P في الآخر يعني protocol طيب عايزين نقارن من كما نقطة ؟ هنقارن ما بينهم مع 10 نقاط مش عايزك تركز في التفاصيل يعني بالاخر هنقارن مع 10 نقاط وعقول لك على ايه النقاط المهمة اللي تحاول تفتكارها اول نقطة في المقارنة ان الرب version 2 it is advanced مطور طب ايه التطور اللي فيه؟ انا بيفهم سبناتين او ما راحنا ليه ما حاكناش عن الاربعة التانية سلولة الاربعة فيه اربعة غيرهم على فكرة فيه ريب 1 وفيه IGRP وفيه ISS وفيه EGP ان دول التطور اصلا متاحهم دول الاصدار التاني IGRP ده IGRP version 2 اللي هو ال EGRP ISS ده ISS version 2 على فكرة لو اوز بيبدأ نسينا اوز بيه version 2 ما لقيه version 1 بيعتبره ايه السيس هو version 1 ال EGP كان بروتوكول قديم الجديد بتاع اسمه ال BGP فالقصد ان كله ده حتيهم advanced طب بس ده advanced distance vector طب يعني يبقى كلمة distance vector يطلع distance vector انهو advanced ايه فهم صدناتين؟ بروتوكول متطور و distance vector يعني بيجيب لك المسافات والاتجاهات او ممكن بشكله اخر كلمة distance vector مع انها الروترات مع بعضيها بتتبادل routing table يعني distance vector مقصود بيها فانا تبادل مع بعض exchange تبادل routing tables يعني انا عندي جدول في شبكات وانت عندك جدول في شبكات اقولك تعالى وديك وانت اقولي تعالى وديك طيب ما هو برضو EHGRP it is advanced distance vector بس ايه الفرق بقى ان ده standard standard يعني مش حكر من شركة ممكن نشتغل بيه في اي روتر في العالم انت لو عملت تصنيع على روتر لو عايز تاخد ال source code بتعريب بتحطه على روتراتك براحطك منجر اي مسألة قانونية او اي ماديات اما EHGRP ده Cisco Protocol المشكلة ممنوع يشتغل على اي روتر الا Cisco Cisco ترفع لي قضية لو اشتغلت بالبروتوكول اسمه EHGRP مع العلم ان Cisco بتحاول كانت الفترة اللي فاتت عشان تنقذ EHGRP من الموت الموت ازاي؟ ما بقىش حد الشغل من كترة يحتكرها ليه؟ بتحاول هي تنزله standard يعني هي اعراضة على هيئات العالمية زي هاي اسمه هيئة ال IETF عارض عليهم اللي تلوم ممكن منزل EHGRP standard هي تلاتي فاتلهم مش محتاجين يعني خلاص ال USPF مسيطر تقريباً فقاللهم تببص يعني فكروا كده لو حبيتهم نزله standard احنا مو فيه يعني احنا كCisco مش ممنعين دلوقتي لكن مين اللي موقف يمكن الاجراءات هيئة ال IETF ليه؟ ولا EHGRP لو نزل standard هيكتسح يعني عايز ببروتوكول قوي وساعتها يبقى اسمها ايه؟ شركة Cisco ببروتوكول هلك تسعد فايمكن بس ده هالي اسباب ECC شوي طب فتاني كده وقال فرق ما بدي لتنين دول ايه؟ لا اقدر لتنين شبه بعض قوي Advanced يعني بيفهم Subnetting وبيفهم الحاجات المتطورة Distance Vector يبعته لبعض ال Routing Table بس ده standard وده سوى طب بالنسبة ال OSPF لا ال OSPF مختلف قوي في ايه؟ الروتورات ما بتبعتش لبعض ال Routing Table ثم الروتورات بتبعت لبعض ايه؟ بيعته لبعض حاجة اسمها LSA ويهي ال LSA دي؟ بيبعته لبعض Configuration بتاعت بعض يعني انا بتعملي Configuration وتعمل للقدامي Configuration نتبدل مع بعض Configuration وهنا نستفاد ايه؟ بيعتبره Configuration بتاعتي دي قصة حياتك لما نتبدل مع بعض Configuration تبدل قصص حياة بعض برضو استفادنا ايه؟ لما نبدل مع بعض قصص حياة بعض نعرف نرسم الشبكة بدقة اكتر ولما نرسم الشبكة بدقة اكتر نعرف طلع رouting table احسن فعشان كده بنصنف بالضبط كده فبالنسبة لو سبب نعتبره مش Distance Vector ولا Advanced Distance Vector بنعتبره Link Step وتاني يعني ايه Link Step؟ كانت اخر صبورة المحاضرة اللي فاتتها بيتبادل مع بعض Configuration طلع عضو تابيز ترسموا شكل الشبكة عامة ازاي؟ طبعا رسمة كروكي كده لشكل الشبكة بس رسمة كافية فعايز اقول لك وعلى نقطة مهلة انه Link Step ده بالضبط كده يعني في الاخر لو اي حد قدامه الرسمة تخيل روتارك قدامه الرسمة هيعرف الخريط اذا عرف طلع منا الRouting table فيتس Link State بخبر الحل انه مش بس standard عادية يديلو على Link State Open standard كلمة Open تفرق قبل كلمة standard اطلع Open اللي موجودة دي في الOSPF مش معناها Open افتح الطريق تطلع Open دي معناها نوع Open Standard يعني ايه كلمة Open Standard نوع Open Source يعني ايه Open Source Open Standard ان الProgrammers اللي عامل الOSPF سايبين فيه صغرة في الاخر عشان خاطر لو حبيت ان انت تخش على software تضيف سطوره وتعيد برمجته وتغيره مع الزمن عشان يوكب الزمن الحديث ينفع بالزبط كده يعني قابل للتطوير قابل للتعديل فكلمة Open يعني البرمجين طوع الاساسيين سايبين القدرة او الامكانية لان البرمجين تانيين ممكن يعدلوا في البروتوكول ده ليه بقى هم عايزينو كان يعيش سنين انت لو قفلت على البروتوكول زي الرب قفلوا عليه زي ايه؟ ان ممنوع عن الرب يبعد غير كل تلاتين ثانية ان الرب لازم مش عارف يبعد كذا ان الرب مترك بتاعه هوب طب ما انت كده ما تدنيش فرصة انا اعدل واطور فيه يعني لو جيت اقولت انا عايز المترك يبقى مش هوب انا عايز المعيار يكون بالسرعة ما ينفعش في الرب ده معنى Open Source كده بالزبط من قابل للتعديل والتطوير لان لو الدنيا اتغيرت وحبينا نعدل فيه حاجة خش برمج تعيد برمجة حاجات فيه فيه حاجات اساسية بس فيه حاجات ثانية اقدر غير يعني الهلو كل عشر ثواني نخش نخليها كل خمسة بيبعد الهلو كل اربعة في الهلو خليها ثلاثة في الهلو يعني نقدر ان انا عدل واطور فيه ونخليها من الاكثر استخداما يعني ده اتقفل عليه بس standard ده مقفول عليه من Cisco ده مفتوح قابل التطوير والتعديل الينكس كده ايوة الله ينور عليك انت بالزبط كده زيه ده برده open source الفكرة بيت حاجات كتيرة هلأتي open source مظبوط كده ايه لسه اللي هو بيقولي فوتني لسه بيقولي زي اللينكس ولي بطلوه بالزبط كده هو ده عشر حاجة open source لينكس عشان تقدمه عشان تقدمه عشان تقدمه شوف كالي لينكس طيب المهم هاك 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 ه هم ايه هاك هاه ه هاك هاك يا المتبرمجة في الأول طيب البيجي بي بقى ايه النقطة اللي نحكيه عليه ونقرنها بدول ان البيجي فيه it is exterior gateway protocol ويعني ايه كلمة exterior gateway protocol يعني يشتغل ما بين حاجة اسمها autonomous systems وعين كلمة autonomous systems ما بين الشركات ذات الانظمة المستقلة وبعضها يعني ايه برضو حالا حيوضح بمثال في الخطوة التانية هرسم لك اتنين autonomous systems توضح اكتر ونشوف البيجي بي درو ايه طيب شد خط عشان عايزين نحكي عن مين عن النقطة رقم اتنين النقطة رقم اتنين ان كل protocol بيبعط الupdates بشكل عام بازاي يعني الupdates الجداول دي بنسميها update نقولنا مش هنقول ان الروتر بيقول اتنين تعالى وديك هم اللي بيقول لبعض ايه updates advertisement هيطلع بقريب version 2 مالو الروتر بي send لو شغالي version 2 حاجة اسمها periodic update يعني بيبعط تحديثات دورية كل قد دي بيبعط التحديثات دي كل 30 سنين فلو اي حد بفاته اي حاجة في الروتر اي حاجة جامل الحضرات دي فاتت ده يعتبر لها هنكتبع على الصبورة دي والصبورة جاية خلاصة المهمة يعني ان الrep ده protocol يعني بيبعط يبعط جداوله من ساعة ما تشغله مرة كل 30 سنين معلومة بقى الجيدة مولناش قبل كده هيطلع انه عشان يبعط الجداول دي بشكل efficient efficient يعني مين يعني بشكل كومفيد هيستخدم multicast ايه مست الملتيكاست الملتيكاست مستو انه انا ما بعت الحاجة ما بعتهاش لكل الناس ما بعتهاش لكل الناس وما بعتها مين اللي يفهمها ويقدرها بس فطلع انه اللي اخترعوا رب version 2 راحوا للايانة اللي هو ما احنا عزين منكم multicast كون ادرس محدش يستخدمه غير البروتوكول بتاعنا بس هيطلع الايانة ادتهم اني عنوان 224009 اذا مش احنا قلنا انه عشرة عشرة ده هيطلع ايه جاركو بش قلنا انه خمسة خمسة ده هيطلع الاسبيل ده رقم جديد معانا انه ده فهيطلع عند الرقام بتاعتنا هتطلع كم بسك تفتكرون خمسة وستة وتسعة وعشرة سهلي يعني مرة فأنت بتاعك يحفظ خمسة وعشرة مش مواصم بيحبوا الرقام يلاقي خمسة عشرة خمسة وعشرة طب اللي بستخبت تسعة عارف درجان تول طب والإيه جاركو بص بقى الإيه جاركو بيعمل ايه بيسند بدل ما بيبعت حاجة اسمها تريدك اف ديت لأ بيبعت الفول تيبل بتاعه اني تيبل اللي هو الراوتين تيبل وانس قات ستارت اف يعني عنده تشغيله بيبعت الجدول كله مرة مش كل شوية طيب ما بيبعتش حاجة كل شوية كده عشان يطمن عليه ويطلع بيبعت حاجة اسمها هلو كل شوية بيبعت جدول كله كل شوية دة بيبعت جدول كل شوية يعني يرب بيردين بالظبط بينجاي صälle ايه له هو دي بينجاي صغير لكن ده كان بيبعت الجدول كله كله تلاتين سentى هذا جدول ايه انا عايش يا عم Hejt عش اقول انت عايش بتبعتلي الجدول كله بينجاي ويتوعاد لقصة حياتك انها تقول السلام عليك ما عرف انك انت عايش بس بسب Wilde بيبعت جدول كامل كله مرة واحدة بعد كيف يقعد 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 بس هلوهات عشان يطومننا عليه طيب بس بيبعت الجذول بتاعه بيستخدم أي عنوان هيطلع بيستخدم برضو ملتي كاست بس كامل مراتي في 224-0-0-10 طيب لو بالنسبة بقى الOSPF بصي الOSPF ما بيبعتش جدول هم اللي بيبعت ايه الOSPF بيبعت حاجة اسمها ال-SA واللي اللي مش عارفها ما حاضرش مرة اللي فتت احضر المرة جاية بس احضر المرة جاية احنشو على الOSPF تاني من الاول لكن انا مش رحناه مش احنشو على الOSPF بالتفصيل محاضرة كاملة كلها الOSPF والله جميلة الOSPF بالتفصيل يعني بيحكي قصة حياتي فبيبعت حاجة اسمها ال-SA اللي هي Link State Advertisement فبدلا ما بنسميها يعني Update بيسميها Advertisement والله نفس المعنى فبيسند حاجة اسمها Link State Advertisement برضو امتى Once في الاول Add Startup يعني عند التشغيل يروح بقى حاجة اسمها Link State Advertisement انتقصت حياته طب وبيستخدم أي Multicast اطلع بيستخدم Multicast اللي تكلمنا في المرة اللي فاتت كان 224005 والمرة الجاية لما ننشح بقى تفاصيل هيطلع الOSPF ليه Multicast كمان اسمه ستة ليه طيب فيه اتنين Multicast هنعرف المرة الجاية هيطلع الOSPF فيه عشان هو Open Source افتكسوا فيه كده افتكاسة وقالوا طب ما تيجي نعين راوتر ريس للراوترات يعني خلي راوتر زعيم للراوترات وراوتر الزعيم ده هو كل ما حد يحب يكلمه يبعطله على ستة واحد مستر وكل اللي بقى سليف يعني مش كل اتنين راوتر راح مستر راح سليف لأ ده واحد في شبكة كلها يبقى مستر حطها مثلا في شركة سنتر راح مصيس واللي بقى كله سليف زا حوليه واللي يحصل كله ما يحصل لهم اي تعادلات او تغيارات يبلغوه هو يبلغ كل الناس عارف عمين زي اي كنك عايز تعمل Start Topology في الOSPF يعني يبقى كل الراوترات مربوطة براوتر رئيسي Start Topology فهيطلع عشان يكلمه مع الرئيس بتاعهم هيبطلع بيكلمه مع المستر على ستة كلمه مع بعض على خمسة بشكله يطلع في اتنين بس لسه ربعا تفاصيلها امتى المرة جاية ان شاء الله نا نفس الاصفرات كل ده بيشتغل interior يعني شركيتي انا كل الراوترات مثلا تعتيه إداتة في السنترالات إداتة المختلفة يتكلم مع راوتر او حد زعيم وانا ما ناخد لما يوقع حيطلع ليه بكى يعني بيبقى فيه زعيم وبكى بالزعيم يبعثوا البعض هللوه عشان لو قربين بعض يطمنوا على بعض مصر او من ثانية قصص حياتهم بقى بالنسبة بقى للبي جي بي مختلف مختلف في ايه بقى البي جي بي بيشتغل في الاساس زي ما بيقولوا كده بوردر يعني بوردر بيبقى بنسبة كبيرة على حدود الشركة على حدود الاقتنم السيستمي ممكن يبقى حدود الاقتنم السيستمي دا حدود بولة فعشان كده بيقولوا كل شيء في الروتنج بالخناء إيه لا البي جي بي بالاتفاق إيه الخناء اللي في الموضوع إيه الخناء اللي في الموضوع المالتيكاست دا بيعتبروه هو والبروتكاست تخناء بص البروتكاست تخناء كبيرة يعني ببعد بروتكاست بشغل الكل المالتيكاست تخناء صغيرة بشغل اللي يفهم أما البي جي بي مش عايز يشغل لكل ولا مرموعة يبقى عايز يشغل حد معين في الـ Autonomous System بمعنى إيه هيطلع عن الـ BGP مش عايز خماء عايز اتفاق ليه؟ عشان بيشتغل ما بين دولة ودولة طب وإيه النقطة؟ بيشتغل ما بين دولة ودولة لأنه ممكن يكون فيه دولة ما بيني وما بينها عراق مصر وإسرائيل مثلا مالو فيه ما بينهم بعض مشاكل طب مش عايز الروتر اللي في مصر يبعت الروتر اللي موجود في إسرائيل آه ليه؟ أنا لو بعثت جداولي لإسرائيل طب ما كده إسرائيل عارفة شبكاتي عارفة أسراري بتعمل مشاكل طيب طب يعني معنى الكلام ده إيه؟ مش أي حد ينفع يتبعت له الجداول بتاعتنا لو شغالين بيشي بي طب يعني أوضح لك أكتر إن البيشي بي بيعمل إيه؟ البيشي بي بعت الفل تيبل برضو مالو وانس قاية ستارت أب يعني عند التشغيل أبعت الجدوى المروضة وإحنا هما بس إيه؟ أنت عليهم من غلطة الرب إنما ما قعدش جفتها كل شوية أخينا بعته مرة في الأول بس مرة واحدة بس عشان ما عملش إشغال طيب بس بيبعت الجدوى المرة واحدة بس using إيه؟ بدأ للمالتيكاست يونيكاست يونيكاست يعني اتبعت يونيكاست الشخص معاني مش أي شخص يونيكاست تو ستاتيكلي ستاتيكلي يعني يدويا ديفاين محدد نيبر يعني إيه بقى؟ يعني الأبديت لما تتبعت لازم تتبعت الجر إنت محدده بإيديك يعني بص البي جي بي بيشتغل إزاي بعنا ناخد شركة تي إي داتا وشركة اسمها فلاج تي إي داتا شركة مصرية وفلاج شركة فرنسية ما لهم ما ربطين ببعض عبر الكابلات في البحر المتوسط بنعتبر إن كل شركة منهم Autonomous System يعني شركة تي إي داتا وي مثلا Autonomous System 1 شركة فلاج شركة فرنسية Autonomous System 2 شركة تي داتا عندها راوترات في كل مصر بعد ما تجمع على راوتر رئيسي على رئيس الراوترات فرمسيس وبعد كده طلع ده على مين طلع على راوتر في أوتو في اسكندرية طب مواكيد برضو راوترات شركة فلاج موجودة في حتة كتيرة في أوروبا مربوطة على راوتر رئيسي في فريس وعدك هطلع على نيس على البحر عشان توصل على مين توصل على بقية الشركات الأخرى وفيه كابل هو عبر البحر كابل فيبر عبر البحر طيب الراوترين دول مع بعض عبارة عن شبكة فين الشبكة هنا ببين راوتر والراوتر دي تعتبر نتول ده واخد IP 1111 مثلا وده واخد 1112 واحد 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 نين لازم يقول اتنين في نفس السابنت موسك 30 طيب دول ما بينهم مع بعض بحر ما عاش المشكلة راما راوتر بكابل براوتر حتى رامنهم بعض بلد قارة حتى محيط حتى لازم يقف نفس السابنت وهم بقى أنا أعمل إيه بقى في البيش بي رسر هيطلع البروتوكولات اللي على الشمال دي كلها انتيريور تشتغل جوه يعني يعني عادي ان تي داتا مسلا تشغل OSPF ينفع عادي ان شركة فلاج تشغل ISIS على فكرة ده اللحظة تي داتا فعلا بتشغل OSPF وفلاج مش شغل ISIS طيب ازاي تي داتا فلاج مش شغلها حاجة قديمة كده بص عشان شركة قديمة تشتغلت بالبروتوكول وعاكلا ما لقوا دنيا خلاص استقرت بيه مش عايزين كانوا يغيروه خافوا يغيرو دنيا تجبوز منهم او تعبوا خصوصا نوعه شغل كويس طب ما يتغروا نفسهم لأ ما هم يتغروا نفسهم بقى في Data Center والSecurity والCloud مش عايزين يتغروا نفسهم في الروتنج قال لك عنا كده كده مستقررين في الروتنج مهم كده ده بروتوكول وده بروتوكول مين اللي يعرف يترجم ما بينهم يطلع البي جي بي هو المترجم الالي يشتغل ما بين Autonomous Systems هو اللي يعرف يتعمل معداء ويعرف يتعمل معداء اشغلوا ازاي عالحدود يعني البي جي بي مشتغلش في كل حط اشتغل عالحدود يعني ازاي يعني اجي على روتر ايه وخش على Configuration بتاعه وازاي يشغل البي جي بي اطلع ده كماند اللي بيشغل به بي جي بي اقول له يا روتر عايز يشغل البي جي بي لازم بقى عشان تشغل البي جي بي تحط رقم Autonomous System بتاعك Autonomous System Number احنا Autonomous System بتاع روتر ايه كام One لازم عشان تشغل البي جي بي ومليك رقم سجل تجاري ومسجل في الايانة وتحط الرقم بتاعك بالزبط ايه HRP بقى هو اللي بيقلل البي جي بي يعني ايه HRP سيسكو عملته مؤخرا اخر روتر ايه حابوا انهم اعملوا زي نسخة من البي جي بي بس Internal بقى داخليا فهو Enhanced و Interior أما ده Exterior فحابوا يعني نعملوا حول نفس الحركة بتاعت انك تحط رقم يعني من الاخر سيسكو سرقت الفكرة من البي جي بي ويقولك احنا هنحط زي من البي جي بي يحط رقم وحاجة فاخمة كده انه بيحط احنا كمان بقى فورتوكولاتنا برضو حد يحط عليه رقم بس في فرق لما تكتب روتر EIGRP وتحط رقم تبعت لبعض الجداول على طول على الملتي كاست اما في البي جي بي لا لازم تحدد ايه Static تحدد جار يعني لازم اعمل ايه وانا على نفس روتر ايه لازم بعدما الراوتر يدخلني على حاجة اسمها كون في الراوتر يعني يقول لي عايز تضيف حاجة قل له اه انا عايز البروتوكول ده يشتغل مع الجار تبكده كلمة نيبر الجار وتروح حاطط الIP بتاع الجار يعني الIP بتاع الراوتر اللي انت بينك وبينه عرف اللي بينك وبينه ومساق اللي هو في اتفاقية ما بينكم من بعض كان مثلا مين بيه بكتب الIP بتاعه ولازم لازم تكتب في الامر بيه ده موجود في ريموت Autonomous System كام فهو ايه في Autonomous System 1 بس جاره بيه في Autonomous System 2 في كده بقول له ايه بقول له انا في Autonomous System 1 وعايز اتربط براوتر اسمه 1-1-1-2 اللي في Autonomous System 2 كل ده للحفاظ على الامن والامان انا ايه احدد مين الراوتر وفي اي Autonomous System اللي عاد يشتغل معه اللي انت عملته ده بيخلي البي جي بي يعمل ايه خلي راوتر ايه بالبي جي بي يبعت حاجة اسمها هلو مين الوان وان وان تو يوني كاست تعرف اللي حيحصل بيه اول ما يلاقي الهلو جاتله اللي ما عارفكش ليه ما عارفكش اللي انت مين احنا مفروض كل شيء في الراوتنج بالكناء الا البي جي بي بالاتفاق انا ما اتفقتش معاك لازم لازم الراوترات اللي في النقعة التانية بيه على حدود نيس هيعملي راح كاتب كده راوتر بي جي بي بس بيحط رخم الاوتنما السيستم اللي انا فيه بعدين ما يتفتح له كونفج داش راوتر هي راح كاتب ايه عايز اعمل بي جي بي مع النيبر اللي اسمه وان 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 اللي في رموت اوتنما السيستم مداش اوتنما السيستم وان يعني بتحدد الاي بي بتاع جارك وايه كمان والاوتنما السيستم بتاع جارك فانا بقول انا في اوتنما السيستم 2 كبير وعايز اعمل نيبرشيبت مع ايه اللي في تونما السيستم واحد عارف ايه اللي هيحصل الامر دي انت عملته ده هيخلي راوتر ده يقولك ايه مين حبيبي واحد 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 خد الهلو طب وبعض ما يبعطوا البعض الهلو يبعطوا البعض الفول تيبل وانس يعني يروح بعتين كل واحد يبعط لتين جادول اني جادول الراوتنج تيبل ازاي ده تي داتا هياخد كل شبكات تي داتا يحكيها وده فلاج هياخد كل شبكات فلاج وما يوصل إليه ويحكيها في البدل مع بعض الجداول وايه جداول يبقى جداول ساعات كبيرة ليه جداولة كاملة ساعات سيروس بروفايدر كامل بشبكاته بيحكي لسيروس بروفايدر كامل عشان كده البيجي بي بروتوكول مصمم انت هم تصميمه نهو يستحمل نهو يعمل حاجة زي لسه قديني فرصتي وقديلك فرصتك يعني لسه خلينا نكمل بقيت النقط ونسع عن النقط كلها مع بعض عشان ما نفسرش بس النس قديني فرصتي في ايه ان احنا كل اللي حكيناه ده بنحكي عن البروتوكولات وكل شوية نكتب كلمة قد ستارت أب قد ستارت أب قد ستارت أب يعني قد ستارت أب عند تشغيل البروتوكول طيب مش البروتوكول عند تشغيله بيبعت جدول كله مش جايز بعد شوية يحصل تعادلات وتغيرات مال عشان كده بقى قادة تشينج في حالة التغيرات البروتوكول ده بيعبعت حاجة اسمها تريجرد أب ديت ويعني كلمة تريجرد يبعت في لحظتها أب ديت يعني تريجرد أول ما يحصل تغيير مش هستنى دلتين ثانية يبعتها في لحظتها وده الطبيعة بتاع كل البروتوكولات انها نفسها تعمل إيه كل ما يحصل تغييرات اتتشينج عايز يعمل إيه يسند تريجرد أب ديت بيبعت إيه في تريجرد أب ديت بصوا ما بيبعتش جدول كله ما بيحصل تشينج بيبعت فارشة فارشة معناها الجزء بس لتغير يعني جزء لتغير يعني أنا مثلا عندي مئة شبكة في الروتين تيدي لما شبكة تتغير هبعت لك مئة شبكة تاني هبعت لك اللي تغيرت بس وتسعة تسعين الموودين ما كلمكش عنه بمعنى لو أنا محكيت لكش عن حاجة انها تغيرت يبعاكيد لسه شغلة قولوا تغير بس هبعت لك عنه كلمة تريجرد يعني إميديت فلاش أب ديت لاحظتها هم بصراحة طيب وبالنسبة للأو س بي ف اه برضو بالنسبة للأو س بي ف قاتت شينج في حالة أي تغير بيبعت ايه بيسند تريجرد بس بص هي اسمها update برضو او ممكن نسميها advertisement برضو او ممكن نقول عليها LSE مش غلطة فعشان بقى بس بقى بقى اكتر فحاولك ان هو بيبعت تريجرد LSE يعني راوتر عنده خمسة انترفيس وكان بيحكي قصة حياته بحاجة اسمها LSE انترفيس وإن فبقى عنده أربعة فبيعمل ايه بيحكي ان هو بقى عنده أربعة ما بقى عاش عنده خمسة هدي بنسميها كده ايه LSE طب بتتبعت امتا تريجرد يعني ايه تريجرد في لحظتها immediate update flash update طب بالنسبة بقى البي جي بي مختلف دايما مختلف ليه بقى البي جي بي ما ينفعش ان كل ما كابل يتفك في T data ازعج فلاج مش معقولة كل واحد يضفر راوتر بتاعه في شبكة T data ابلغ فلاج لفرنسي ايه زنب الفرنسيين القطاع الكهرباء عند المصريين فعشان كده قرروا ان البي جي بي يبقى مختلف في ايه انه added change لو حصل اي تغيرات الراوتر يعمل ايه بي send بدل ما اسمها triggered لا اسمها batched update يعني batched update update اسمه جمع طب يقعد قدي جمع في الupdate كل 30 ثانية يعني بيعمل ايه هيطلع البي جي بي اول ما تكتب امر راوتر بي جي بي بيشغل stopwatch وبعدين t equal zero يعني عند الثانية صفر حصل تغيير يجمح عنده في الممرض عند الثانية خمسة حصل تغيير يجمح في الممرض عند الثانية سبعة حصل تغيير في الممرض عند الثانية سبعة وعشرين تغيير كل ده في الممرض عند الثانية ثلاثين راواخد كل التغييرات ويحكيها يعني يعني راوتر اللي موجود في السمترة الاوتر سيما عن فيه تغيير حصل في راوتر في المنطير وتغيير حصل الكلام ده كله عنده ومرة كل تلاتين ثانية باتشت باتشت يعني مجمع يروح حاكي الكلام ده كله وليف لاجلهم بولكو ايه التلاتين ثانية اللي فاتت حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا هم لقوا ان ده يخلي البرتوكولي تقيل كده يعني مالي مركزه مش خفيف مش مهزوز وخصوصا هو بيتكلم علي ايه بحكي عن دولة كم عارف لو احنا جوا الدولة المنوفية طوعة ماشي عارف بقية الناس اللي في الدولة لكن عارف فرنسا ليني فيه مشكلة في المنوفية لكن اوه لو المنوفية حصل فيها حاجة ادي اهلية تعرف عشان لو عايزة توصل منوفية اسمع اللي هي تعرف عشان لو عايزة توصل منوفية ده دور مين هيبقى؟ ده دور هيبقى الOSPF اللي بيبعت ايه؟ Trigger يعني ايه تغير بيحصل بوه الوتونيما السيستم الOSPF في لحظتها يحكي لكل الناس اللي في اوتونيما السيستم بس البيجي بي يعمل ايه؟ لك لا مش حاجة ده لحظتها هو الا كده حبقى بحكي الحاجات تشغل memory وتشغل processing وتشغل bandwidth وده bandwidth عالمي ده memory عالمي يعني ايه مش حاجة تخصيني بس ده تخص العالم كله فمش عايز اه زي بمشاكل خاصة بيه بس ممكن كل تلاتين ثانية عامل ايه؟ احكي التعديل العصب فالبيجي بي يطلع ما بيبعتش الحاجة Triggered ما بيبعتش Triggered Triggered بيبعتها Batched يعني بقى تشد مجمعه و الوقت بتاع التجميعه ده بياخد كل تغيير اللي حصل كل تلاتين ثانية احكي يعني T equal zero لحد T30 اللي حصل احكيه من T30 ل T60 اللي حصل احكيه من 60 ل 90 اللي حصل احكيه يعني بيحكي الحاجة مش بعد تلاتين ثانية لا بيقعد يجمع تلاتين ثانية ممكن الساعة يبقى تغيير حصل عند الثانية 29 وكده كده هيحكي عند الثانية 30 كل اللي حصل في الفتر اللي فاته فلو المنوفيه وقعت في الثانية 29 وهيحكيه عند الثانية 30 طيب لو اسكندرية وقعت في عند الثانية 30 لا تستنى لغاية الدورة اللي بعادية عند الثانية 60 وهكذا ثم لو بس ان بحاجة زي كده ايه اللي بيحصل يحافظوا على الستابيليتي بتاعة الفرتوكول لسه تديني لسه فرصة يكملك بيئة المقطة وبيستخدم مم لاحق نفسي طبعا وبيستخدم حاجة اسمها split horizon افكر ايه بقى ال split horizon اهي عليش يا مستفى اللي اول مرة نعملها مع بعض سلم عليك split horizon معنا هنا وصفر او طريق انا وراي شبكة وهو وراي شبكة وفي ما بنا شبكة احكي ليه عن ما بنا رب ما هو شايفو وانا شايفو بمعنى ما نحكيش عن العمل المشترك ما بنا اوما لو انا احكي ايه احكيلك عن المستخبي وراي اسمها update تحكيين عن المستخبي ورايك ده update لكن ما بينهم من بعض ما انا عارف وانت عارف احكيه البعض ده احضار لل resources ده احضار لل memory احضار لل processing احضار لل bandwidth وعليه فاطلع ان ال reverbergent 2 عشان يوفر resources بيستخدم split horizon ايه split horizon دي؟ قاعدة بتقول مابعدش المشترك طب ما هو اكيد ده بيعمل كده طبعا بيستخدم split horizon طبعا ده بيعمل كده بيستخدم split horizon طبعا ال OSPF ايه طبعا ال OSPF اصلا ما عندوش مبدأ split horizon ليه بقى؟ ده بيبعت ايه؟ ده بيبعت routing table وده بيبعت ايه؟ routing table وده بيبعت ايه؟ routing table وده بيبعت ايه؟ ال OSPF مبعتش routing table ما ال OSPF يحكي ايه؟ بيحكي عن نفسه هلو اكيد انا نفسي وانت نفسك مفيش حاجة مشتركة ما بيننا ده قصة حياتي وده قصة حياتك يعني نقول ايه؟ U.S.P.F split horizon fee is not available بصه اكتبها كده not available أصدقا تجي في الامتحان كده an slash a نفسي طلع an slash a an capital حاجة مختصة نحنا مشهورة جدا جدا في اللغة الامريكانية وانها not available يعني لا يوجد هز المبدأ طب ليه؟ لان انا لما بيبعت قصة حياتي بيبعت تبصيلي انا وابعت طبعا الناس وانت بتبقصة بيبعت قصة انا بيبعت قصة فى هي الانت فكون سبت ان انا عندي حاجة مشتركة مش ححكيها اساسة مش موجود عشان كده سبيرتورايزون ملوش وجود في مين بقى في اللينكستيت عن مثلا ايه اللينكستيت دي اللي هو الOSPF طب مين كمان زي الOSPF لا ده 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 اسمه OISIS سؤال الامتحان بقى بيجز ازاي سؤال الامتحان نشوفك اللفة دي كلها هو مثلا تاقي سؤال واحد سؤال ليه اصلا الرب مش من المنهج قصر عندك في الامتحان فمش تقعد يسألك ولا ثلاثين ثانية ولا تريجرد ولا الكلام داني اللي ايه اجار فيه وكمان مش عندك في الامتحان بس اوز بيف عندك في الامتحان فممكن يسألك الملتيكاست بتاع OISPF خامسة وستة ويقول لك طب الOSPF طبع اني عيلة من البروتوكولات تبع اللينكستيت يقول لك طيب مش ويتش راوتينج بروتوكولز ده نوت سبورت السبليت هورايزون هيطلع عن الاعجابة ساعتي يجيبلك OISPF وساعتي يجيبلك لينكستيت فوز بيف ف صح لينكستيت صح يعني لو هو في النفس اختفش يجيبلك دي و دي يعني في سؤال يجيبلك OISPF سؤال تاني يجيبلك لينكستيت فوز بيف ف سؤال ممكن يبقى صح ولينكستيت في سؤال تاني هيبقى صح النقص دي هتلاني يبقى علش كل النقطة ما اللي بنحكيها عليها سؤال في الامتحان بتاع سسكوش معنى وفيه كم سؤال بيجي في الروتين في حدود من خمسة وعشرين لتلاتين ايه اللي من اصل مئة سؤال بتاع انتعان او من اصل مئة سؤال فيه من خمسة وعشرين لتلاتين دول كم نقطة مقارنة عشر فعالقل العشر نقط دول هيسألك عليهم ليه عشان يتبقى خمسة اشر ولا عشرين سؤال كمان يسألك بقى في الكونفيجريشن في الحاجات التانية فالأصد بس اهتم بيه الحت دي عالقل في المقارنة للامتحان اهتم بالوز بيف الانترفيو اهتم بالجدول كله مش معنى بقى ان في الانترفيو احد اللي احنا اخدناه ايه المهم كتاب الاولاني كله مش حاجة فيه مش مهمة طيب وفي الكتابة تانية ايه المهم المقارنة دي بس لها الصفحة دي ايه صفحة اهل اكتبها حتى مرتين مرة بخط الايد ومرة بالكمبيوتر ماشي وشرحهم احكاية بعدي يعني بعد كيات لقى ايه شوية شرح كده عن المقارنة دي كلها طيب فالقصد ايه طالقصد ايه طالقصد ايه انك انت اهتم بس من المقارنة لما تبقى رايح انتربيو مستعجلة والكتاب الاولاني عشان كده نفسي نخلص بالكتاب الاولاني ده نخلص منه ازاي نعمل فيه متحان كده ذاكره وتخلص منه وتلاقي نفسك ايه رؤقت كده وفوق وبعد كده الكتاب التاني ولا التالت ايه مقارنات هي اللي بتفرق يعني تقارن الـ routing ببعض تقارن switching ببعض هتخيل له يعني اربع خمس محاضرات ويبقى جدول بس هو اللي ممكن ايه لو قريته هتقعد عليه نصف ساعة ساعة تبقى انت عرفت ان انت تطلع ابواب المقارنة لس كميلة جئت المقارنة فيه نقطة هامة في المقارنة نقطة دي من فيهم بيفهم subnetting المفاجأة كله ازاي بقى وانا دي اخترت الاربع دول اصلا كان عندي تمانية ممكن اقارنهم ببعض طب بيقولوها زي بلغة المحترفين انه بيفهم subnetting بيقولو عليها انه classless protocol طب ايه عكس كلمة classless classfully يطلع classful يعني بيفهم اللي full class بس ده زي مين بقى rep1 مثلا igrp مثلا طول ما يفهموش اللي full class ما بيفهموش subnetting كلمة classless يعني بيفهم اي حاج classless يعني مش فرقة مع class full بقى classness class 8 class عادي معناش يعني كلمة classless معاناها انه بيunderstand subnetting طب وليها معنى تاني او ممكن يقوليها معنى تاني كلمة classless معاناها انه بيسند الماسك مع الابديت يعني هو بيحكي الابديت بيقولو تعال اوديك يقولو الماسك بتاع الشبكة اللي اوديك ايه يا دي ايه فخلينا نقول انه كلمة classless ليها معنين بيفهم subnetting اتنين بيبعث الماسك في الابديت طب ما ده حيبقى سائد على الكل طبعا يعني الOSPF برضو مالو classless protocol طب ما هو برضو البي جي بي مالو انا خباه حتى كده البي جي بي طب ما برضو البي جي بي مالو ما هو برضو البي جي بي هيبقى عبارة عن classless protocol ليه ده ما بين اوطنم السيستمز ازاي حكي ما يجير ماسك ازاي ما يبقى شفهم subnetting فده classless protocol قم المين classful يما بيفهم subnetting ثلاثة بس مش اربعة لا ثلاثة بس اللي ما بيفهم subnetting مين التلاثة بقى prep 1 وي IGRP و EGP طب الاي السيست اللي قبل ده اللي قبل ده لأ طلعه هو قديم اوه بس اول واحد بيفهم subnetting يعني عندنا خمسة بيفهموا subnetting هلو منهم الاربعة جودات دول منهم فيه تلاثة ما بيفهمو subnetting طيب مقطة الاخيرة فيه تلك الصبور انا بقى خلصنا قل لك ايه انا بقى خلصنا ارخم صبور ليه اغي كتير اغي ييم للدماغ كده اخر نقطة انك انت ممكن تعمل security على كل البروتوكولات الحديثة كل الادئين ما فيهوش يعني اللي اربعة دول فيهم security اللي اربعة اللي قابلينه لأسف ما فيهمش security زي مين زي انك انت optional optional يعني حاجة option زيادة اضافية ممكن تعمل حاجة اسمها authentication تقدر تدعم خاصية الاثنتيكيشن ايه كلمة authentication التوثيق طب يعني ايه توثيق يكون فيه ثقة متبادلة من خلال password يعني ده اعمل ايه زي ما بنعمل password للنبيل و password connect نعمل password للرب يعني password للرب مفتاح للرب ان ما هينفعش الرب يتكلم مع روتر تاني الى ما يتبادلوا مع بعض كلمة سر الليل يعني من اخر يقولوا بعض ايه يوم ورا يوم ما جالوا نوم ايو كده اصحى معاي بمعنى روترين قدام بعض يتكلموا مع بعض الاول hello يقولوا هلو يقولوا كلمة السر ايه يقولوا ما فيش يقولوا مش هتكلم معاك يقولوا كلمة السر ايه يقولوا الدكش يقولوا لا مش صح مش هتكلم معاك يقولوا كلمة السر ايه يقولوا سيسكو يقولوا صح سيسكو يتكلم مع بعض يعني قصدي ممكن تخلي الراوترات ما لها optional تضيف option بالزبط كده تضيف option ان هما ممكن يبقى منهم بعض في security ازاي يضيفه ده بس انا سيبلك الحتة الفاضية دي والحتة الفاضية دي عشان عايز اعمللك security بالذات للبي جي بي ليه ما كل شيء بالخناء ايه للبي جي بي بالاتفاق في استحسن تعمل في الموضوع security يعني تاني في AIGRP optional يعني ايه optional لو حابب يعني ايه لو حابب يعني انا احبش الفروتوكول من غير الاثنتيكيشن ده لو حابب تضيف في الconfiguration حاجة اسمها authentication password متاح في الOSPF في الOSPF برضو حابب تضيف حاجة اسمها الاثنتيكيشن optional بمعنى optional اضافة منك مش عايز عايز authentication password متاح بص لو في كل optional حاول في البي جي بي تهتم بالموضوع بتاع السيكيروكي ليه لما بين دولة ودولة احنا مش عايزين دولة ما بيننا وبنها عداء تبعت لنا hello وتعمل الهاكينج وتخش على شبكتنا اعمل شوية security ولو حتى ب password للثقة المتبادلة authentication password يعني اعمل ايه انا سايب السطر الفاضي ده في البي جي بي بالذات وشانقولك اناعمل ايه في البي جي بي ان احنا حنيجي احنا في مصر والشركة اللي بنتواصل معاها في فرنسا واحد من مصر مع واحد في فرنسا ويتكلموا عبعد هنعمل كلمة سر ما بيننا ما حدش يعرفها غير نحنا اللي اتنين حيث راوتراتنا يبعتوا لبعض الهلو ياخدوا بعض كلمة السر كلمة السر صح نبعت لبعض الجداول حد جي دخل غريب عايز ياخد مننا الجداول ما نبعتلوش طبعا ما يعرفش كلمة السر فبيتفقوا على كلمة السر مين راوتر ايه ومين كمان وراوتر بي يعني المهندس الاعداء لراوتر اي وراوتر بي ويحطها ازاي بقى في المهندس اللي شغال على راوتر ايه تي اي داتا لو في ويقعد على راوتر دا يقول له انابل وكون في تي انابل راوتر بي جي دي وان وبعدين يقول له لما نتعامل مع الجار النابل اللي اسمه وان 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 تو ما له هنتعامل معاه في باسورد ونروح حطين كلمة السر طبعا مش هنحطها اساسكو بس هحطتها كاساسكو كمسال تاني كده يعني راوتر بي هيقعد مع المهندس المسؤول عن راوتر ايه وانتس دا وانتس انا المسؤول عن الكونفيجريشن دي وبعدين يعملوا ايه وبعدين يروحوا ماتفقين مع بعض نحن نعمل امر اسمه جاري فلان التعامل معاه الباسورد ولازم هما الاثنين يحطوا نفس الباسورد ليه لما يبعطوا البعض هلو فكده السلام عليكم السلام الاثنين هيسألوا على بعض على الباسورد فلازم الاثنين يكون معاهم نفس الباسورد ينسمي حتى الباسورد دي كده نسميها بري شيرد يعني pre-shared key pre-shared key مقصود بيها كلمة سر او مفتاح تم مشاركته مسبقا pre-shared يعني احنا اتفقنا عليه مسبقا key مقصود بيها كلمة سر يعني دي المان key مقصود بيها هنا الباسورد في زعيدة فزي ما انت شفت كده دي باسورد مش النابل مش باسورد لل للفيتي واي اللي هي والتنت دي باسورد البي جي بي يعني تخش جوى الرب تقوله الباسورد كذا تخش جوى الوسبي ف تقوله الباسورد كذا تخش جوى البي جي بي تقوله جارك لازم تقوله البي جي بي بزاة جارك تحدد جار معين عشان خاطر كل شيء بالاتفاق لكن باقي كله بالكناء فلازم تحدد جارك الباسورد معك يعني ممكن كل جار اعرف له باسورد غير تاني طبعا زي ما انت شايفي ان الباسوردات كده clear ظهرة في كومندة لطيف قوي وحابب تشفر كل الباسوردات يعني بدأ ما تكتب secret في option secret يعني تكتب في كومندات كلمة secret باسورد قديمة في الشبكات فتعمل ايه enable password بدأ enable secret line vt y password بدأ secret neighbor password بدأ secret ممكن اني فتكت اوبا لانا انسيته حطيت كله كلمة password ليه بتبقى clear طبعا clear هتشبه سهولة اشفرها ازاي تسكو عاملة command للي بينسى command يشفر لك كل الباسوردات مع مكان اي عدد اللي ما تشفرتش بس لانا انتشفر خلاص لما تشفرش يتشفر انا يا ام 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 كريبتو كي اا لا 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 هو 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 هيشغل كريبتو كي بس الامر مش كده الامر اسمه service service انك بقول لراوتر عايز منك خدمة مسافة قلو ايه الخدمة هتبالو password minus encryption بس الكريبتو كي دي هتبقى مسلا في الSSH والحاجات بتاعت التلنت والSSH والحاجات دي هنبس لكن الامر دا بيعملي الامر دا بتشغل خدمة تشفير ال password التي لم تشفر يعني بيعملي الامر دا بي encrypt بيشفر all current على فكرة عليها سؤال في المتحان سيسكو لان ما شفت الدمبر مصطفى لقيت السؤال دا اول سؤال او تانية سؤال تقريبا بيشفر all current and future passwords يعني بيعملي اي password كتبتها اصلا قبل كده او حتكتبها بعد كده يعني بعد حتكتبتك الامر دا يعني مده انت كتبت اللي كتب قبل الامر دا تشفر واللي هيكتب كمان بعد الامر يعني او بعد كده كتبت حتى حقه وامير فيها password وانسيته شفرها هو هيشفر لك معنى تشغيل خدمة تشفير ال password تقدر يشفر لك ال password لو حبيت انك انت تدخليها متشفر طيب الان نقدر ناخد صورة جميلة لتلك السبورة ونقدر نستفسر نستفسراتنا صغير شوف شوف كامير ازاي خلصت اقول لك احنا خلصنا ايش سي مصطفى حيطة دي كموقف دي صفحة كان في المذكرة وش مطبوعة قل لي هندسة اقول لي دي صفحة كان في المذكرة صفحة 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 وشاري هندسة بص هتلاقي جدول كده اش هتلاقي ارقام صغير لو معك المذكرة مطبوعة صفحة صفحة هندسة هايش honored ده اللي بيشفر كل اله اله كله لا 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 انا انا ا cavضي انا اصدية اي مشın بس مش بس اله اله دي د اله ال youtuber انعملها في اللابات كلها يعني من او laب عنو اي ميش اي اي عايزه عا associate sap هاي عايز بان شفر بس عاملنا مراف تطلع لين في تي واي وباسورد تحت اللوجين داي شفرها يعني انت باسورد ما شفرتش ما عملتش سكر داي شفرها كل القومة كلها واحدة في اي راوتر تشرفت سيسكو بص بقى سيساعة بقى في شركات بتيجي ايه تخالف سيسكو شوية يعني الاساس سيسكو بس في شركات بتيجي تعمل ايه تقولك لأ انا مش عايز بقى اسمي بقالف سيسكو وناس تقولك بيقالدوا سيسكو فيعدلوا في الكماندات سنة يعني مثلاً ايه بدل ما يعمل شو اي تي روت Ank Μ ، مستشدةها بص بس شبهه اوي بدل شو اي بي ان ترفيز بريف شو اي ان ترفيز بريف م warriors japanese أولى ان تقوزين ايه كلمة او هواوي مثلاً عمل ايه سيسكو بالظبط بس بدل شو تطلع paralel amerika ديسبلي اي بي روت ديسبلي اي بي روت détبلي اي بي ان ترفيز بريف مıyı شعيمة ما دين النقطة بقى بقى فا advanced subs en microfiber انت هتعمل ايه انت فهمت لذي ان اصلاف انف Bern duke feedback كماند ويريك الانترفيس كل هتعملوا ايه على جوجل هو شو كازا في سيسكو زي اف اتش بي رح مطلع لك بوجل اصناع طول الامر بمعنى ما ننكرش ان الشركات ثانية عندها كورسات زي سيسكو عشان تشرح الاوامر بتاعتي بس مش اقول انا هاخد كل الكورسات ما انا خدت خلاص سيسين ايه مش هاخد البقين كلهم يعني تب تعمل ايه بتصيرش بس على جوجل يعني انا اوامر جونيبر مثلا انا عارف ان فيها اختلافات مع سيسكو فبس اكتب الامر في سيسكو كزي سوي ايه جونيبر ايه رحمة الله ايه فيه applications على فيك نزل المغايل كده يعني يقول لك ايه اكتب لي سيسكو ايه وانا اطلع لك جونيبر اللي يعمل زيه ايه السلام عليكم هندسة عليكم السلام علي هندسة بارك يا رئيس ناور الدنيا حبيب يا رئيس لو سمحت هندسة بالنسبة للجزء بتاع بلايه هورايزون براحتك قولي انا كنت فهمتوا منه ان هو الميزة بتاعته ان هو بيوفر معي الوقت بيوفر معي فسعرف بيوفر ليه طيب ولا ما هي بقى دي الفكرة لو حضرك بس رجوع سريع كده عشان واعمل عيوني عيوني حانا حانا هرسم لك رسم ووضح لك ايه اللي ممكن يكون مش هيوفر وقت يعني ايه السبب بتسميتهم لكده انا بس بحاول ابعتلكو برضو صورة الصبورة دي بشكل يكون اضافت انا مش عارف هي بتوصل لكو ولا لا بس في الصورة دولوقتي بحاول ابعتها احسن شوية فانعايز اتأكد بس منكم بس انا بعتلكو من شوية الشيط ثلاثة وشيط اربعة وهنا موجودين مجبوعين الشيط ثلاثة وشيط اربعة بالاجابات بتاعتهم يعني الشيط ثلاثة لوحدة واربعة لوحدة الاجابات لوحدة بتقدر تاخدها بتستلامها هارد كابي ويبعتلكو صور الثلاثة صبورة بتوع المحاضرة دي انا بعته لوحدة لسه داخل اونلاين او هو لسه عاشية في الدروب يعني دي صورة انت بعتت دولوقتي بس وصلت؟ او دي عبارة عن صورة الصبورة دي بس ايو ايو بس لبتكتب كويس من بول بس هنك بعديها فمش عارف ابعت تاني او مش عارف اتأكد كمان بس ايه اه الله تيليجرام اللي انتو عليه لوحدكم اخص 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 اتبعوني بقى التيليجرام ما تيجي انا عنديش تيليجرام اساسا ولا كي انا موبايلي موبايلي وعملت افديد بس للواتس ااب هيهنج مش هشتغل تاني ااه ميس حصل استغل Donne Anti Brain او ايفون 6 بص إه بزاً ايفون 6 هاتعمل ايه طيب لان ااموشت ايه ايه تاني شاء الله يذهب كلام بيت انتبال ايه دان شاعر لا ده سيدة شرحي انا اسف بصوب العرب يبقى شعره بالشعر بعدين كاتب في الاول حبيبتي حبيبتي مش عارف اه طيب انا عندي المفروض انت بتحكي لها انك عندك ايه اه لا اكتب بيحكي لها شبكات ايه ده بقى صباح الخير تعالي يبقى شعره بالشعر بالشعر انا مش شعره اما اقولك دلوقتي اقولك برع ايه اقولك برع ايه ايه كان تريديني بيدي سيدلك برعش عالي عالي اه اه اصدر ايش فيو اه اه يا سيدي صح يا سيدي صح بدي طلع الموسك على فكرة دي tips بصيت بص انت طلع النتيجة اوه على طوط طرحت الثمانية من مئتين ستة وخمسين خلعت الموسك الجديد الحاجات دي بتسهل اوه على طوط موسك الموسك ده الايبهات اللي في الشبكة اللي مش بتاعها بس بس كده اوه ده وتراحه بس كده اوه والباقي ده مش بتاعك اوه ده الموسك صح صح اوه اه عند جسد الويلد كورد موسك ده بيبقى مع الوس بي اف مرة جاية ومع الاكسس كنترول لس بس مالحكتين دول بس وانا جيت تعمل الوس بي اف اوه 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 قال لك sending منفحش الصابنت موسك ارو مزر سباعا اختراول حاج اسمها مقلوب الصابنت موسك قد احاجة authors صح قلlasse اوه صح احساس mostaz والله انفع تريرنا والله انفع تريرنا تحد يكلم لنا بقى الشركة خد الرجل تريرنا في اسماعيل فيه السن وهي فيه سعادة وفرحة شفتها سعالة ايه سعالة ومش مستهلة بيخفو منه جدا بيخفو منه جدا ليه بيت لغباته فيه وبيتوه بيت لغباته فيه وبيتوه دي مشكلة هم لقى حاطين في دماغهم لقى بصعبه لا 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 اقول لك ايه النطف زي ما انا انا احط دماغي البرمجة صعبة دي مش صعبة وانا بس حاجة احطتها في دماغي بلاك بوكس كده هي صعبة انا مش افل دماغي افل دماغي مسبوعا ايه دعم لك جيد زي ده بالعربي كده حبيبتي لا بس بس الموضوع الله مصدر لما لقيته فيه مصدر لا ما هو دي بتبقى اقول لك ايه استنى الحاجة على دي دي بتبقى سعادة دي ابترايحوا خمسة على ما مينا ينظر ان مينا بس ايه اني لسه في اول نقطة بيكتب فيها بس انا واقف التسجيل عشان تسجيل ما يكتبش حاجة صحية ولا ايه معلش يا جماعة ادونا خمس دقائق مينا بس هنا احدا انت اطلعتوا ده حقينا اكتر مني انا لا كنت فكر نفسي ده حيح يا راجل انت عدتوني وانا اللاجي جنبكو حاجة انت عدتوا الفلانكات النقطة السابقة بروف عليك تعجبني استاذ طيب النقطة السابقة ايه ان احنا بعد ما شفنا ان الموضوع Optional Authentication عايزين نتكلم شوية بقى عن البروتوكول ده لما بيكون الRoutingTable عايزين نتكلم عن ايه الرمز في الRoutingTable يعني بعد ما الRouter بيبدأ ان هو يكون لو مشغلين الRip الرمز في الRoutingTable يبين ايه تستعملش مقصودة بكلمة الرمز في الRoutingTable يعني في الRip في الS Connected C طب انت عارف اكيد الEIGRP رمزكم في الRoutingTable مميز وعيدلي طيب وده راجع عن مين للدول الالجوريزم المستخدم لمخترعه الدكتور مكدي أبو الدولي فالرمز في الRoutingTable وده وده اللي هي اختصار لكلمة الدول ده عبر عن الالجوريزم المستخدم في اظهار البستخصص في الRoutingTable النسبة لو SPF هيطلع الرمز ايه في الRoutingTable هيطلع الرمز في الRoutingTable و و SPF طب وفي البي جي بي الرمز في الRoutingTable هيطلع بي عارف كلهم منطقي جدا يعني كل واحد فيهم بالضبط كده اول حرف من البروتوكول ما عادة بس مين ما عادة الEIGRP اللي اصر دكتور مكدي والدولي هيكتب باسم بص مصريم سيطل طيب نقطة بقى مهمة مهمة ايه مين المخترع لكل الالجوريزم يعني كل طريقة حسابية من البروتوكولات دي بمعنى ايه؟ معنى مين اللي اخترع الالجوريزم اللي بيشتغل به الEEIGRP عشان يطلع الطرق بتاعته اللي اخترع الالجوريزم الEEIGRP دول دول الالجوريزم كان ايه فايدة الالجوريزم ده بصوا مش البروتوكول نفسه والدول ده جزء من البروتوكول يعني جزء منهم الEEIGRP ذات نفسه بخطوكول كبير وبيبعت الجداول الديول درو ايه؟ لما الجداول تتحضر يقارن بس ما بينهم يعني الديول ده مجرد برنامج حسابي مش مرجامل رمج لإرسال الجداول الEEIGRP هو اللي بيبعت الجداول والدول بعد ما الجداول كلها تجهز لكسبوها لي بقى انا محاسب هعمل ايه؟ انا اللي حد انا انا افنط مين ال-best path او من سامية بدل to find عشان يحسب محاسب ال-best path وايه كمان؟ وال-back-up path خصوها طبعا بيسمي ال-best path باسم وال-back-up path باسم تاني بنسمي ال-best path successor ده مصطلحات مين؟ دي وال-algorithm وال-back-up path feasible successor feasible successor اللي هو يبقى فيه منه طيب عارفين المقابل لي في ال-OSPF ال-algorithm اخترعوا عالم نمساوي نسيت عصيحة بعطلكو صورة الدكتور مكدي وصورة الدكتور دايجيكسترا ان في عالم نمساوي اسمه دايجيكسترا ليه ما بيشتخدمش موضوع انه يبقى عنده باكة بيجيب ال-best path شمعنى ال-diocentric algorithm ليه اسمه تاني اسمه shortest path first algorithm طب مال مين اللي اخترع البرنامج اللي بيحسب حسابات ال-RIP علشانية حسابات ال-RIP بص ال-RIP لو عنده طريق اين؟ طريق باتنين هوب وطريق باتلاتة هوب هيطلع فيه برنامج اخترعوه اتنين امريكان بيقولك لو الاتنين اقل من التلاتة يبقى الاتنين احسن يعني معنى الكلام ده ايه السبعة قائلة من التسعة يبقى مين احسنة؟ اي مينا تزام الكاوي فاللي معروفة السبعة احسن السبعة صدقني السبعة احسن عشان مين هياح ما زيني مزعي انا بفكروا السبعة احسن من التسعة في ال-Routing السبعة احسن من التسعة عرفت عرفت ان ليه ساعات أبعاد تانية في الحسابات ماشي؟ فالسبعة احسن من التسعة ده معنى ايه؟ ان اهو اثبتلك فلو عندك طريقين طريق ب7 وطريق 9 فال7 احسن من التسعة عشان انا مجوش بس مينة ليه عشان فاطر ناديك فرنة وحدة زي كده فهي علاقة بال7 والتسعة وعلي ف انا ااسف انا ااسف طيب بس هي منطقي لو انت عندك طريق 7 وطريق 9 يبقى مين الطريق الاحسن ده في الرب طيب فايت يوز بيلمن فورد الاجوريثم طيب بص مقا ايه بيلمن فورد ده اسم الشخصين من الشخص واحد شخص اسمه بيلمن وشخص اسمه فورد اللي اتنين عملوا مع بعض بحث سنة 1970 وطلعوا في الاخر ايه ان لو عندك طريق ايه خبات اقل خبات اكتر لخبات الاقل احسن بولك انت بنسبلك طبعا بنسبلك ام ايه دول ام عملوا حاجة كده اه بس انت بتتكلم وانت سنة 2021 وشيفهم عملوش حاجة لما عملوا الكلام ده سنة 70 كان اختراع في البرمجة ايه الجمال ده اعملتوا ان الاتنين احسن التلاتة السبعة احسن التاسعة وكذا بالضبط فعشان كده كان ايه كان يعني ايام ما عملوه كانش فيه حد يعرف يعمله مش كيه يكمل زيانه وحاجة صعبة الناس اللي قلت لك ايه ياريت اني كنت ايام زمان وكنت عملتها لأ ما انت لك انت لك انت ايام زمان بيبدأ الروتر يشوف فيه كم طريق والطريق اللي فيه ببات اقل هو الاحسن يعني ده بيكالكوليت ايه ده كده بيكالكوليت الطريق الاقصر برضو بنسميه طيب هالمهم ما احفظ اسامي العلماء دول خلص بس هو بقى عارف ان ايه كل البروتوكول يهي الالجريثم الخاص بي اللي عاملوا ناس غير التنمية طب البي جي بي بقى البي جي بي مش الالجريثم عاملوا شخص والله شخصين ده عاملوا تيم كامل مكاون من عشر اشخاص روح نحننسامي الالجريثم باسم العشر مش هنخلص هدخليه ححط عشر اسامي اربع ده اسمين وخنقونا فعشان كده رحنسامين الالجريثم بتاع البي جي بي الاسم ده اتيوز بي جي بي الالجريثم مين اللي اخترعوا تيم مكاون من عشر اشخاص هو اللي كانوا عاديين نطلعين الفكرة دي فقالك مش مقولوا احنا نحط بس مين احنا العشر الشيء يضغط ليه بقى تبدأ النقطة المهمة واحدة من اهم النقاط تمانية وتسعة وعشرة يبدأ النقاط الهمة اللي هناخد صفورة تلتة عشانهم ليه هناخد مثال ازاي تعرف تدخل نقطة التامنة والتسعة والعشر مع بعض هنقصدين شوف النقطة النقطة الستة والسبعة سهلين صح صعبية ر د أو ب سهلة رمز اسم العالم يخترع الايجوريزم اللي شغالت سهلة نقطة التامنة والتسعة والعشر بس محتاج ايه زي امثلة أوضحية عشك ده الصبورة التالتة والاخيرة هتبقى عن النقطة التامنة والتسعة والعشر ما جمحهم في نسم واحدة طب ايه نقطة تمنى بقى نقطة تمنى انك لو شغلت كل البرتوكولات دي على نفس الروتئم لفكرة الروتئر هيقبل ازاي مش قلنا جديد بيمس حالقديم الجديد بيمس حالقديم في كل حاجة الا الروتئن يعني لما تيجي تشغل روتئن وتشغل روتئن تاني ما بيخدش انه جديد يمس حالقديم لا وبياخد بالافضلن طب ازاي بيقضر الحان الافضل بالحتة اللي جاية دي ايه لحتة اللي جاية دي ان الهيئة المسؤولة عن ال One اسمها ايه الهيئة دي اسمها هيئة ال IETF اختصار إنترنت إنجينيرين طاسك فورس حلو فإنترنت إنجينيرين طاسك فورس دي هيئة زي IEE في ال One هي في ال One عملت ايه؟ عملت زي ما تقول كده مسبقى ما بين البروتوكولات وقالت هندي لكل بروتوكولي من البروتوكول مرتبة رانكينج يعني اين؟ الامتحانة اللي احنا هنعمله ان شاء الله يوم الي سابت الجاي لو ناسي قلت افكرك اللي هيطلع الاول مش قشتر من اللي هيطلع العاشر صح فهم قرروا ان احنا نعمل ايه شوفني اني بروتوكول العاشر قشتر وانت نوياها نوياها تطلع العاشر احنا كم اساسا احنا تسعة تطلع العاشر ازاي ما تسعة اساسا عاديم صح انت واحد حاجة بس انا هيطلع الاول احسر انا اصدقى حتى في البروتوكولات هيعملوا ايه هيضل كل البروتوكول زي مرتبة الاول على البروتوكولات التاني على البروتوكولات التامن على البروتوكولات بيطلع ساعتها لو انت شغلت كذا بروتوكول هيفضلوا مين؟ الأول على البروتوكولات يالله ما تفعل بك خير تطلع على الأول الأول مكرر تبصي لك بروتوك مش بصي لك بروتوك تبصي لك بروتوك طيب وقرر انهم يخلوا المرتبة دي عاملة زي قررر انهم يخلوا المرتبة دي من صفر بدين خمسة وخمسين بمعنى ان احنا هنفترض انه مجرد في المستقبل يعملوا بروتوكولات اكتر انهم شنكتفي بالتمانية فنعمل ايه؟ نحط أرقام من صفر لمدين خمسة وخمسين وكل بروتوكول ياخد ترتيبة وبعدين لو عملنا بروتوكولات احسن في المستقبل نتديهم رقم اقل عملنا بروتوكولات الاسف اوحش ياخدوا رقم اعلى وفين بقى الارقام؟ اهيه جدول الارقام موجود مع كل راوترات العالم يعني جدول ده جدول ستاندرد من هيئة ال IETF انا مسجلولك اوه عشان خاطر نتناقش في شوية جدول ده عمله ال IETF نازل على كل الارقام بتاع الارقام ان كل بروتوكول وليه رانكينج ثم بيساموا الرانكينج دي administrative distance تاني ان كل بروتوكول مالو ليه حاجة اسمها administrative distance يعني يعني المسافة الادارية يعني الافضلية افضلية لها ايه؟ ان كل بروتوكول ليه رقم من صفر 255 بس كل بروتوكول ليه رقم واحد ولو انا شغلت اكتر من بروتوكول اللي ليه رقم اقل هو الاحسن يعني ليه الاساس ان هي distance في الاقل والاحسن طيب قرروا يعملوا ايه بقى هيئة ال IETF قعدوا مع بعض كده في مؤتمر برافو علي انا مرتبهم لك كده من الاوحش الاحسن وما بدوا الاول بمين بدوا الاول بالرب على اساس انه هو اقدم واحد وقالوا هنحط رقم في النص هنقل لك ايه مش هنفترض ان الرب هو الاوحش هنفترض ان هو في النص فدوا له رقم 120 فدوا للرب رقم 120 وقالوا ايه اللي هيحسن هنقرنوا بقى بالبقى اي حد جاي بعد كده اوحش نتديله رقم اعلى احسن نتديله رقم اقل وما جاش اوحش من الرب ليه الرب فعلا يعني اقدم واحد في طبيعة البشر نيب لما بتطور وتفكر في افطار احسن هكي ده الاقدر افضل وفعلا لما جم يقارنوا الرب بالاساس وايه النقطة المقارنة الاساسية اللي عملوها النقطة التاسعة لسه هنحكيه لان الاساس افضل واضقف في حسابة الطرق فقدوا الاساس 115 وان الرب 120 معلش ده معناه ايه لو انت كتبت راوتر الرب وشغلت الرب وكتبت راوتر اساس وشغلت الاساس راوتر ما بيخدش بالاقدر ما هيخد بالمين؟ بالافضل وبيفضلهم ازاي؟ بالاولوية دي يعني اعتبر دي رقم اولوية بس هنا الاقل هو الافضل طب لو شغلنا الاو اس بي اف الراوترات كلها بتاعت العالم عارف ان الاو اس بي اف ليه افضلية مية وعشرة يعني ترتيبه مية وعشرة ده مية وخمس واشرة مية وعشرين يعني مين افضل الاساس والاساس افضل من الرب ومش عليك حفظ الارقام من عليا ايه انت عليك انك انت تبس عارف ان مين احسن من مين؟ بص انت لو فكرت انت فكرة فيها هي بالحداثer يعني كل ما البروتوكول يبقى احدث كل ما هيبقى افضل ازاي الارضة على فكرة احدث منوا كلهم معليش قول عندس انا بس محتاجش ناسو يعطبا كست يعطبا ايه زيه بزبط كده اولوية نوره ليك حاجة زيها كده عشكب يسمى ايه بشكل عام أو كست لو انت عايز سمية كست ده يه معيار للمقارنة برضو كلمة كلمة كست كلمة بريفرنس كلمة كلمة تنفع كل هان طيب ال-EHRP تدلوا رقم تسعية تاسكو بس عملت افتكاسة كده قالت لك ايه قالت لك احنا ك-EHRP نقدر نشغل ال-EHRP ما بين اتنين Autonomous Systems يعني ايه بديل ال-BGP EHRP تعمل فن جديد اكدت حاجة يمكن اخر حاجة تعمل في ال-Routing تاسكو حابت تفتكستولي هنا ممكن لو مش عايزين تشغلوا BGP ما بين Autonomous Systems تشغلوا ال-EHRP الهيئة العالمية لل-Routing قالت ايه ولذلك لن نتعامل ابدا بال-EHRP ما بين اتنين Autonomous Systems فاشل باخد 170 يعني كده ال-EHRP ليه اتنين رقم لو جوه Autonomous Systems 90 هو احسن من اي حاجة ما بين Autonomous Systems 170 ده اوحش من اي حاجة عايزك تنسي ال-170 دي وملتفكر في ايه في التسعين داين ليه بقى اسئلة الامتحان هيجي منهم سؤال في الشيت اللي معاك حالا وهيجي السؤال ده تاني في الامتحان اللي جاي يقولك لو شغلنا ال-RIP وال-OSPF وال-EIGRP على نفس ال-Router ال-Router هيفضل اني بروتوكول في التلاتة EIGRP ليه بناء عليه اقل Administrative Business والامضل سؤال دايما بيجي بقى تاني عن نفس السيغة ونفس الفكرة يقولك طب لو ال-RIP وال-OSPF وال-EIGRP وال-Static Static سيادتك اللي بتقول ال-Router حيفضل مين وانت مغمض Static احسن من دينامي طب الله بلا Static بيرايح ال-Router أصدق ديناميك هو اللي بيتعبره صح وهيطلعنا في الاخر Static يعني انت اللي بتقول فمهما انت قلت حتى لو غلط احنا هنصدقك طيب هما ازاي بقى يطلقوا حاجة زي كده للعالم ان ال-Static هيطلق ايه في قالت ال-Router هيعتبره انه بياخد Administrative Distance يعني اولوية واحد او صفر طب ازاي ياخد اولويتين بص هيطلع ال-Static حاجة Static بتكتب امر اسمه IP Route اللي بيخالي ال-Router مبسوط وتحط اسم الشبكة ويه كمان وتحط الماسك طب وتحط ايه كمان Victor هي الفيكتور بتحط بطريقتين يعني اسم ال-Interface وعلى فكرة اسم ال-Interface ده اسهل لل-Router او قوله ويخرج من اسة 0 او تحط لل-Router IP بتاع ال-Router اللي بعده فدي متعبة ليه بتاع ال-Router اللي بعده طب اجيب من ال-R-P-Table بقى ال-Router اللي بعد ده اوصله ازاي فبيلف لفة على ما يوصل اياه اسم ال-Interface فقرروا ال-IP ان لو كتبت اسم ال-Interface فده يبقى ليه admin distance 0 افضل لل-Router روطر بيفضله اكتر ولو كتبت IP of Next Hub فيبقى ليه افضلية 1 يعني مين ال-Router بيفضله اكتر انك تكتب اسم ال-Interface ده اريح لل-Router استاذ انتو بعرفين فيه طريقة تانية اللي هي بواحد فعشان كده الاستاتيك واحد او صفر طب وال-Connected حبيبك صفر على طول يعني اي حاجة C بتبقى ليه افضلية صفر ليه افضلية صفر لا-Connected حاجة لازق اجنبي فاكيد يعني طريقة هيبقى مفضل بالنسبالي طب وال-BGP ال-BGP اللي اتنين admin distance لو اشتغل external وده شغله اصلا يعني ايه external ما بين اتنين autonome system اخد رقم 20 يعني افضل من اي حاجة وعلى فكرة انت ممكن تشغل BGP جوه شركتك وجوه autonome system بس تبقى انت غلطان بس تبقى غلطان BGP لو اشتغل جوه وي وراوتراتها هيبقى بطيق ليه بطيق كل ما يحصل تغيير في المنوفير 30 ثانية على ما يحكيه للدقاهلي لا احنا عايزين جوه autonome system بقى اسرع عشان كده بيدولو جوه autonome system admin distance انتين يعني معلش نلخص الكلام ده على الصبور اف ايه ان لو اشتغلنا بالرب الرب ليه افضلية 120 هتعال جمع وبعتلكم صورة الصبورة الصغيرة دي قبل المحاضرة طب لو اشتغلنا EIGRP لأفضلية يعني ليه افضلية في الاستخدام 90 لو internal ومش عشان احتياطي لو عادت عليك بس عمرنا ما نستردمها 170 لو شغلته external يعني external اشتغلته مبين autonome system بدل البي جي بي بس يقعوك الدنيا ليه تبني بي انتين افضلية في اتفاق لا ده شغل مبين autonome system بالخناء ملتي كاست واجع قلب وممكن يطلع اصرار دولة دولة تانية تمانية في الOSPF ان المسافة الادارية يعني الافضلية 110 طب وبالنسبة للبي جي بي بالنسبة للبي جي بي الادمن ستري تري تري البي جي بي ده امتى 20 لو شغل حاجة اسمها e-BGP يعني مشغل البي جي بي ده external وده شغله ده 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 واصلا اول نقطة انها في البي جي بي هو exterior protocol between autonome systems 200 وده 200 لو كان interior interior او internal طيب مهم هتفرق مع ان موضوع الادمن distance ده وده المثال انا انا اعز اديك مثال على النقطة 8 وال 9 وال 10 فعايز اديك مثال ازاي ما عرف نحن نقارن بالارقام دي بس يكون بالمثال معبر الطريق حي قصورة الصبورة دي لاحب صورة جيدة قبل المحاضرة ما خلاهم يختاروا ارقام دي يعني بناء على هي طلعت في وسطة رشوة ممكن يقول لك التسعين لايه سيسكو يكون بروتوكولها تسعين رشوة ولا ايه القصة كلها لها مبادئ ايه مبادئ ان هما حبوا يشوفوا كل بروتوكول بيقيس الطريق بدقة عاملة ازاي ولو بيقيس الطريق بدقة عالية يبقى رقمه كويس الدقة بتاعته مش حلوة يبقى رقم وحش وعشان كده الرب واخد اوحش الارقام اللي هي بقى الرب المترك بتاعه يعني معيار اياس الطريق إز هوب طب هو فيه حاجة تانية غير هوب هيطلع فيه دلوقتي حالا حاجات غير هوب لدرجة درجة ان البي جي بي عنده كم طريقة يقص بها المترك هيطلع البي جي بي عنده عشرة أتريبيوتز يعني كمية عشرة أتريبيوتز عشرة معيير معيش وفيه معيير تانية غير الهوب آه اكتشفوا انه ممكن الروترات تفهم حاجة تانية غير عدد الهوب انه ممكن الروترات تكتشف غير عدد الهوب المسافة المسافة عامل اتنين الطريق اذا كان واسع السرعة بتاعت الطريق يعني الطريق زحمة فاضي يعني لو طريق زحمة وطريق فاضي انا ايه ماشي في الطريق الزحمة وما فيه كابل فاضي تانية تشف انه ممكن يكون فيه معيار كمان طريق في نويز وطريق ما فوش نويز انا ايه سنين العاشر معايير مش عليك في محاضرة كاملة في العاشر اتريبيوتز اللي بيشتغل بيشتغل بمعادلة من عاشر معايير اما يعني الرب غالبان شغال بالهوب عشان كده واخد ايه مائة وعشرين ده شغال بعاشر معايير عشان كده واخد عشرين عارف ايه احسن واحسن لو عملنا بروتوكول في معايير اكتر واكتر ياخد رقم اقل للبوب تحترمنا وتدينا رقم اقل ده كمان ده مش بس هوب ده كمان طلع عن الماكسيمم كام هوب خمستاشر مش كانت ستاشر لا ستاشر هوب هي انفينيتي يعني مفيش ستاشر هوب عننا في الرب طيب تعال نشوف ايه تاني طيب ممكن يبقى تبير الهوب الوس بي مثلا الوس بي اف اللي احسن من الرب عشان مش شغال بالهوب وما شغال بايه المترك بتاع الوس بي اف حاجة اسمها كوست ويعني كوست هنا مش مقصود بيها فلوس اللي هي بقية برافو علي كوزين تي لا طبعا ايطلع كوست يعني كوست معناها مش تعب شقاء مش كوزين تي لأ طيب في المهمة بالنسبة ان الكوست معصود بيها فعلا معصود بيها التمن هنا مش معصود بالتمن تمن مادي او عشان عشان كده لا 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 في حياتة بعيدة فهي معصود يعني المشقة ايطلع معصود بالتمن تمن التعب مش ثمن مادي يعني طيب ويترى الكوست ده هو معادلة حلو المعادلة دي بقى الفاكتور هو احنا شغلين بالهوب مفيه باندلز مفيه باندلز هو فعلا الهوب ده حيطلع لنين حيطلع للرب بس من انت نقلت كل اللي تحت ومتص وصير بسبب ان اش هنالي سؤال في المتحان اش احنا الجاي ممتحان ممتحان السهلة دي ممتحان المحترفين شراؤت ممتحان محاضرة 11 يعني لا المحاضرة دي ولا اللي قابليها ولا اللي قابليها ولا اللي يبحث موجود فيها يعني احنا من اسبوع كده كل ده برا الامتحان اساسا ليه بقى ان هم بلكم امتحان ثاني بعد العيد بس بعد العيد اسبوعين امتحان ثاني عن الروتن يعني محاضرة من 12 ل 15 لي امتحان الروح دوما يا جماعة يعني ليه نبج الامتحان لبعض لأ طبعا بس محاضرة الوحدة متحنش معلومة كاملة كل ثلاثة على بعض ممكن موضع يكمل اه يعني ما تعمل كل محاضرة امتحان يا سيدي طالما يعني مكتهد اوي كده امتحان امتحان ايه انحنا متحان كل المحاضرة بيخاوف بس حلو الفكرة اشكرك يعني بصي طول ما هما في جامعة بيخافوا مجرد ايه just graduated بيعرف الحياة بقى ومفيش حاجة هتخاوفوا داني في الدنيا بعد ما يشوف الدنيا بجد فيش حاجة هتخاوفوا اه بعد اول اسبوع في الشغل شوفي ياسميني كيوت جميل اول اسبوع في الشغل خلاص هتاكل زمالها يعني مفيش حاجة كيوت بعد كده ايه بس كنتنا ببقى خايفين وبنذاكر لكن بعد ما تشوف الحياة عمك وز مدير مدير ماينجر مدير ماينجر يعني work under stress اه وانتو اللي كتبتو في السي في انتو work under stress الله مش انتو اللي كتبت يا لب ما كتبت يا لب ما كتبت يا لب ما كتبت work under stress بحمد اخورنا رياض اخورنا رياض وانا كتبت شوق اخورك وانا جزيز بس 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 ايبا هون بظلط باهم التحويش باهم الحصابة باهم الحصابة بس ممكن تبقى مليونير طيب الكوست بقى اللي هون مشاقة بيحسبوها ازاي دايجكسترا حطت معايير المعادلة دي فدي هندسة بص نايم يتقول ايه على الكوست الكوست ممكن مع القوز بيت بالزل طيب الكوست المعادلة بتاعته ايه عشرة قصة تمانية ده رقم ثابت المعادلة على الباندوث هم بس عايزين يعملوا ايه ان كل ما الباندوث يزيد يعني كل ما سرعتك تزيد تعب الداتا وهي بتتنجل بتطريد اتقل ما ومش الكوست تلات هيبقى يعني يتناسب عكسين واحد واس اتنين وشغلين ospf طريق سرعته 100 ميجا وطريق سرعته بس واحد ميجا انا شوف الراوتر ده لما هيرثم الرسمة بتاعت الشمي هيتخيل الشقاء من الطريق اللي فوق كام والشقاء من الطريق اللي تحت كام بيحسب هزاي بس 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 عشرة قصة تمانية ده سابق على البانديتس بس بس بانديتس سرعة كام ميت بروف عليك تيخسب الميجا ب10 واست 6 والكيلو ب10 واست 3 مش 10 24 بألف بس بمعنى المليون ب10 واست طيب يطلع في الاخر 10 واست 8 على 100 واست 6 عند الضربة تجمع الاسس وعند الاسم عند الاسم 6 وب8 10 واست 8 على 10 واست 8 ما هي بواحد يعني الشقاء كام واحد 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 ده نقطة تعرق يعني تبرا كده واحد نقطة تعرق طب لو مشيت الداتها من تحت المشقة تتحسب ازاي تاني معادلة ايه 10 واست 8 ده سابق على الواحد ميجا ما هي واحد ميجا يعني كام 10 واست 6 ف 10 بالضبط كده 10 واست 8 على 10 واست 6 هتساوي 100 اذا يعني لو مشيت من فوق اتعب واحد لو مشيت من تحت اتعب 100 اقتر من الفوق ما فعل السرعة واحد ل 100 يعني داتها لوشيت فوق اسهل لها بكتير طريق اوسع 100 حرق وطريق حرق واحدة فأكيد اسعتها الطريق المفضل فالروترات لو شغل اوس بي اف هتفضل اني طريق الروترات لو شغل اوس بي اف هتفضل الطريق الاسرع وانت مطالب تحفظ المعادلة لا يعني انت كاسيسين ايه مش هيطلب منك تحفظ المعادلة بس مطالب منك لما يسألك بلك الروتر عنده طريقين وشغل اوس بي اف اختار انت طريق تشوف السرعات وبناء على السرعات تقوله ده طريق الروتر طب حين لو اوس بي اف شغل بمعيار اللي هو الكوست اللي هو البانردز هم ما للاقيه اي جار بي شغل بايه ديول الالجوريثمي دخول المكدب الدول شغل بايه شغل بمعادلة ديول الالجوريثم المترك في حاجة اسمها كوم بوزيت يعني كلمة مركبة المعادلة مكونة من كذا المعادلة هي بالظبط مش عليك تحفظها انا حفظها عادي ايه 256 مضروب ف10 السابعة على الباندويتس يعني كلما السرعة تزيد كلما دي بقى حاجة كويسة زائد بصدخل بقى 10 في الدليل يعني كلمة الدليل الدليل معناها ايداتا لو مشت في الطريق ده حتبقى ليه هتتأخر بالميلي ثانية في طرح لو مشنا في السكة اللي فوق هاخد كم ميلي ثانية لو مشنا في السكة اللي تحت هاخد كم ميلي ثانية وده معايير مهم مهم جدا وخصوصا معوجود بقى الفويس والفيديو والداتا والريل تايم هتطلع مش عايزة تمشي اكتر من 150 ميلي ثانية بطريق فنكتو بالدليل بتختار الطريق اللي فوق مثلا حاوليت بجمالين اللي اتنين اللي هو طريق واسع وهتعطل فئة دي يعنيش ايه مش مفروض اتنين واحد لأ ممكن يبقى طريق واسع ومليان اشارات يعني ايه مليان اشارات مليان راوترات كتيرة بتعمل دليل او طويل او طويل ده برضو كل ما حامش بالداتا والطريق طويل تا بيسبب لي دليل يعني بقعد ملي ساكنز اكتر حي اسمه البروباجيشن دلي انه بتعطل الوقت اطول لا فاصل اثنانات ميت ميجا لكن جيجا اثنانات هي اللي جيجا اه كوست او بوينت ون قصدك مش قصدك او بوينت ون مش اقل من ون قصدك اشقاوة دي بوينت ون نقطة عرق يا ده قلي رسل مش هتطلع بالملي قصدك ولا قصدك ملي ملي نقطة عرق مش مصدق اقل يعني في الاخر لو السرعة بتاعتك جيجا والسرعة بيت ميجا طب ما هي الجيجا او بوينت ون والميت ميجا ون يبقى بردو الجيجا احسن في هندر جيجا لو او بوينت وو ون طيب فالقصد ايه ان طلع عني دي جيكسرا عبقري اكتر مدخل معا تو فاكتورس لا بقولك انت لو هتيجع على عبقرية يبقى البي جيلي عشرة فاكتورس ايه تاني الفاكتورس اللي ممكن تبقى غير كده بقولك البي جيجي حاطت في اعتباراته ان ممكن يبقى عندي طريق زحمة وطريق لا يعني انا ممكن يبقى عندي فيه طريق ماله واسع وفي نفس الوقت مفتوح مفوش delay بس فيه عربيات كتيرة معدية معا يطلع لو انا كنت مشت في طريق افضى من دوا هيبقى احسن واحسن هيبقى ايه فاكتور احسن بدل ما كنت مش منطلع دوا يحصل نويز واح فكل المعايير دي دخلها البي جي بي في المعادلة بتاعته ده اللي مخليه واخد رقم 20 عشان خاطر الاتريبيوتس بتاعته تعتبر اتريبيوتس قوي طيب كده الروترات بتختار البي استفاص بنعم علي حسب البروتوكول يعني لو نختار البي استفاص بالهوب اي اجر بي بختار البي استفاص بالمعادلة اوز بيف بختار بي استفاص بالباندويتس بي جي بي بختار بي استفاص من كنال عشرة فاكتور ليفرض لقيت طريقين متساويين في كل حاجة نفس الهوب ولا نفس الباندويتس ولا نفس المعادلة يحصل بالزبط كده يحصل حاجة اسمها عاجة اخيرة اسمها load sharing load balancing يعني في حالة ان الروتر لقى ان السكتين شبه load balancing طب يعني ايه كمة load balancing ان انا اوزن اوازن balance اوزن الحمل او اوزن الطريقين زي بعض ده يشيل اده ده او من ساميها equal load sharing ويعني load sharing اشير الحمل على طريقين اللي هي ازاي لو عندك راوتر ايه وعنده طريق بي وعنده طريق سي وعايز يوصل لراوتر دي وشبكة اللي ورا دي شبكة اسمها خمش تاشر سلاش 24 راوتر ايه يمشي من اس واحد ولا يمشي من اس اتنين عشان يقدر يوصل لو هنشتغل بالرت فالعامل اللي يقيس الطريق hop 2 فما تحت برضو hop 2 فعمل ايه ساعتها الراوتر كل الداتة اللي جاية من اللان packet من فوق انت كيس packet من تحت انت كيس packet من فوق انت رزمة packet من تحت انت رزمة ده كده اسمه ايه اسمه equal يعني packet رقم واحد من فوق الاتنين من تحت ال packet التالتة من فوق ال packet الرابع من تحت وترجع بها كان في الاخر في فهم الان تبقى تتجمع بما ده موجود في مين ده موجود في كل protocol equal load sharing ده موجود في كل protocol equal load sharing والحد كان طريق هيطلع فعلا نقدر نعمل equal load sharing هيطلع من غير ما تعمل اي configuration هيطلع four paths by default ايه بس هندسة انت قلتونا مرة فتت 16 هيطلع من الاسف 16 مش بالفترة يعني 16 محتاجة configuration and 16 by configuration يعني لو انت عندك لحد اربع طرق الروتر الواحده هيارف يتعامل ويعمل عليهم متشيري لقيت ان انت عندك اكتر من اربع خطوط انترنت اربع خطوط وان قليش يعني اربع خطوط وان بص هنا لو خطين معناها خط من تي داتا وخط من بودازون بتعند الخط كمان من orange وخط كمان من اتصالات محيل واربعه لو عارفت تجيب شركة كمان خمسة وتعمل لك خط نور مثلا اه انا كمان اخد خط من نور خمسة فالروتر الواحده كان لحد دا ربع طرق اشتغل اكتر من ربع طرق لازم تكتب ال command دا تا configuration الكلام دا المين دا لكل البروتوكولات انا اكتب الامر دا اقول له كده maximum dash واختار اقدر اختار رقم من كام لكام اقدر اختار رقم من واحد لحد 16 ولو ما كنتش اخترت ال default 4 يعني default 4 نقول الواحده كان هيختار لحد كم طريق لحد 4 لكن انا كان ممكن اقول له ايه لو لقيت 16 طريق حمل على 16 طريق لو عندي بس 5 اقول له حمل على 5 لو عندي بس 2 اقول له حمل على الاتنين يعني اقدر انت تغير الرقم دا بس لو ما غيرتش عيبه ب4 لو عايز تزود اقص حاجة تزوده هتبقى كم؟ هتبقى 16 طيب انا ليه 6 HRP بقى مفاجأة عمي مينة جميلة ايه المفاجأة؟ ان لو اشتغلنا ريب 2 الروتر ممكن يحمل على الطريقين بس بشرط لو زي بعض لو اشتغلنا وسبيف الروتر ممكن كان يحمل على الطريقين بس برضه بشرط لو لقى الاتنين نفس الكوست يعني ايه كان في رسمة كده المحاضرة اللي فاتت في اخر صبورة VYWZ وانا الروتر عشان يوصل لشبكة 14 كان حيمش على السكتين يعني سعاية كتابنا كده في اخر الروتر ان الروتر حيمش على السكتين بس بشرط لو لقى السكتين زي بعض حلم السكتين لو زي بعض الروتر هيعمل علىهم equal load sharing بس صفرت بقى السكتين من زي بعض الوحيد اللي ممكن يستغل السكتين مش زي بعض هو ال EGRP ودي ممكن الميزة الخطيرة الجهنمية اللي فيها يعني لو حد يسألك ايه عيب الرب قولوا ان اخرج 15 هور حلم طب ايه عيب ال EGRP قولوا انه سيسكو بس قال لك طب لو ايه مستل EGRP تقولوا اللي جاية دي انه هو يقدر يعمل ايه ان الميزة اللي في ال EGRP انه يقدر يسابور equal مش بس equal و non equal يعني يعمل بالتساوي او مش بالتساوي load sharing لحد كم طريق اربعة بالفطرة وماكسمم 16 ازاي بقى بص ال EGRP في ميزة مش موجودة في ايه بروتوكول تاني عشان سيسكو اللي اخترعته حطت الميزة دي اني بقى عندك روتر ايه serial one وسerial two serial one سرعتها اربعة ميجر وسيرial two سرعتها اتنين ميجر لما EGRP هيشتغل هيكتشف ان السكة دي اسرع لما يعود في المعادلة هيكتشف ان دي احسن هيطلع ان الطريق ده اسمه successor علشاني كلمة successor successor يعني best part وهيطلع الطريق التاني feasible successor اللي هو backup من فيهم اللي بتحط في routing table السuccessور وما اللي باكب باكب يتحط في اي جدول اسمه topology table يعني ال backup باكب يتحط في topology table طيب ايه رأيك بقى لو نقول له معايش باح باح يعني باح 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 شوية واخد ال backup حطه هو كمان في ال routing table وحمل عليه بس ما تحملش علوم ادبعه ما تحمل علوم ازاي نسبة وتناسب يعني اتنين كيس في المقابل كيس اتنين كيس في المقابل كيس ممكن الكلام ده يتم البروتوكول الوحيد هو ال e-grp بس بشرط تقول له باح باح مايش اقول له باح باح دي ازاي بالانجليز انت هتخش جوه راوتر ايه وتشغل الاول ال e-i-g-r-p بس هتقول له ازاي بتقول له يا راوتر شغل e-i-g-r-p وبتكتب رقم حد فاكر رقم اللي كنا بنكتبه ده بتاع ايه autonomous system بزبط autonomous system وبتاع اسسكو الرقم ده او خمس من الف مصد ماشي طب وبعضين لما خش جوه config dash router بس ازاي اقول له باح باح بالانجليزي هقول له كده variance بيعمل اتلاقي router بيقول لك ايه عايزنا باحبح اصلا كلمة variance يعني بيقول له ايه خلي عندك variety شكيلي تشكيلي variance معناها خد البست وخد backup وشتغل عليه عارف الراوتر ساعتها هيعمل ايه هيعمل حاجة اسمها non-equalution non-equalution النوع هيعمل ايه لما تيجي packets هياخد ايه اتنين packet من فوق و packet من تحت مش معنى اتنين لواحد لا انا مش قصدك من الواحد انا بدي كمسال هو بيحسب ما بين السرعة دي والسرعة دي نسبة وتناسبة يعني لو دي ستة ميجر واثنين ميجر ثلاثة الواحد بزبط كده فبيبدأ ايه يعمل ايه هو الواحد ومشتغل بتقول له انت بتدروش variance ثلاثة الواحد فدوه variance هو بيعمل ايه يقول لك عنية شوف ده سرعته كم ده سرعته كم اربعة الاثنين يعني اتنين لواحد الباكت اللي قولة من فوق والتاني من فوق التالتة من تحت الرابعة من فوق الخامسة من فوق الستة من تحت يعني هيعمل ايه هيبدأ ان هو يروح مشكلك على الطريقين يعني ينفع بالإيه ايه جار في بس نعمل موضوع الـ variance ده على فكرة ده يمكن السؤال الوحيد اللي موجود عن الإيه جار في امتحانك يعني امتحانك كله مفوض يركز على الوزف السؤال الوحيد يقولك يا ترى ازاي نقدر نعمل on equal load sharing في الإيه جار بي هيتطلع في بس اختارات تقوله variance بح بح الـ delay لا انا ما عوضت عنه بصراحة عملت له neglect عشان فترة سهلها لكم بس لو عملناها بمعادلة احنا عقد طيب بس بس الطريق اللي فوق 4 ميجا زائد بيعمل 40 ميلي ثانية delay والطريق اللي تحت 2 ميجا زائد 100 ميلي ثانية delay عوض في المعادلة ويقولي هيبحبحها ازاي عم انا عايزة سهلانك ويقولك 4 و 2 ميجا عشان نخلصها عايزة انت تحسب المعادلة ازا كنتم شريكة اصلا في سيسينك تحسب المعادلة نكتعرف المعادلة عوض في المعادلة هتلاقي في الاخر اين طريق احسن اللي بيدي ارقام اقل عوض وشوف انا عدد لك ارقام لا سابت ازاي بقى وانا عاكله طريق وليه وليه delay بتاعه ايوه في الامتحان ساسكو سيسين ايه لا يمان بيقولك نجليكت delay طول ما انت سيسين ايه عشان خطر ايه عشان خطر الطاقة تحسب الحاجة بالنظر ليه ممنوع انك تخش بكالكوليتر اصلا في الامتحان فتلاقي اصلا كل الامثلة اللي ليه علاقة بال delay كان يولك نجليكت delay فيه حتى هتشوف يعني الصبور الجاية الاخيرة بالزبط كده بالزبط كده عشانه ما عاكس بعض طبعا طبعا كل ما فهمش يزيد delay فهذا منطق السرعة كبيرة حرار كتيرة فال delay حيالذاتها بتمش براحتها السرعة على الهيالات delay ممكن يزيد لا لا ما انت مش هتحسبها كده لانه في الامتحان مش هيبقى عايزك تحسب المعادلة وعايزك تحسب ايه اني طريق الافضل وحيقولك نجليك تدري فانت هتحسب انه الاسرع هو الامتح الاسرع 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 الامتح لكن تعان سيسين ايه لكن سيسين بي مش كده سيسين بي لازم هتحسب اه طبعا بس سوا بيقولك نجليك تدري خلوس كده يبقى انت حسبتها بس سقولك وانت لازم تحسبها وتطلع رقم ولا انت ممكن تتلحى بالعقل كده ان الباندوس الاكتر يبقى حيطلع اكيد رقم اكيد في الاخري عشرة قصة سبعة على اربعة هتبقى عشرة قصة سبعة على اثنين كده عشرة سبعة على اربعة بيطلع رقم اصغر ليه كل ما المقام اكبر كل ما التوتال اقلي وده لانا عايز باندوس يزيد تناسب عكسي بالزدر بس بس مين الطريق اللي حي يعني بس ليه ومين الطريق اللي حيختاروا الروتر يعني دايما هتلاقي السؤال يقولك ايه لو داتا رايحة لفلان الروتر هيختار اني انترفيس فانت هتبدا تشوف ايه من الرسمة الانترفيس الاسرع لا 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 صعبة صعبة دي محتاج انك يحسب وهو ممنوع اصلا يطلع معك الكتر دي ممكن CMP على فكرة CMP عملها لكن مع الاني مستحيل عليكم الخبر الجميل ان BGP No Load Sharing ازاي بقى BGP بيسيلكت Only One Path ازاي يعد ومالليه عامل عشرة اتريبيوتس يمكن يمكن سننا سننا من الاتريبيوت دي بمعنى هتطلع ان الBGP حطت عشرة اتريبيوت عشان خاطر لو طريقين هيفضل ما بينهم هيفضل ما بينهم عشرة اتريبيوت هنا اكيد في حاجة هتتغير انا اكيد في نتيجة معادلة هتتغير فيطلع طريق واحد بس تطلع من الBGP للأسف ما بيعملش موضوع load sharing فلازم تختار طريق واحد وانا اختار طريق واحد ازاي لا او الروترات اللي هتختار ازاي لا الBGP محتاج CCMP عشان نحكي مولا احنا محتاجين ايه عشان نختم محاضرة CCN محتاجين بس اديك مثال وتقول الروتر هيختار اي طريق يعني عايز يسألك CCN scenario الرسمة وانت تقول الروتر هيختار اي طريق عرفت انت اختار اي طريق يبقى انت فهمت النقط اللي احنا كنا عايزين نحكي فيها ودي اصلت حتى الانترفيو يعني في الانترفيو قللك قرن لي احكي قل بص على الرسمة دي هو الروتر هيشتغل ازاي هيطلع عداتها من اي طريق فساعتها بس لو انت فهمت المثال الجاي ان شاء الله بالنسبة لك هضمت الروتر بس اقول لك معلش الصورة للصبورة دي ومتنسوش بس قبل ما تمشوا تاخدوا شه 3 شه 4 واجابات شه 3 مع شه 4 وبعدتلكوا طبعا اللينكات بتاعتهم عالجروب خلاص حصل ايدي ايه ايه هلق حادي عادي هنزبطها هنزبطها خد السورة هنزبطها مش انت صاحب مينك ايه ايه شركة شركة حاجة بير حاجة كبيرة بالزبط ده المنطخي ده المنطخي جدا ليه عرفك جوه الاقترام السيستم في طرق اكيد كتير ليه اوصل من مدينة ناصر اوصل مصر جيدة لكن بره الطرق بحدود قاوي مسر 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 بس برضو هيطلع بيعمل ايه لكل شبكة هيختار واحد بس طريقين ليه وطريقة تانية لشبكة تانية مثلا لجوجل طريقة لفيسبوك طريقة يوتيوب طريقة وهكذا ده منطخي يعني فعلا المنطخي مع الحقيقة يعني عالارض الواقعة ايه انهار بيوت بعد العذاب ده كل انا جيت عدتلك ناسف لانا لو قاصد مش هعمل كده المثال الاخير وتروح بس وعد محضرهم ماشي والله بس المستعدة ضحي عشان خطر الناس مرة فتح مش مخلصين عشرة شين من هنا 11 وعامل ايه ايه مين كان بيسأل ولا سؤال ده محدش فيهم سأل سؤال يعني عادوا معا عادوا معا لهم بتعوضوا ما فيش حد عامش غير لما خلص الاسكال عاد 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 هكذا روٹ سأل εلا سأل üne وا شكرا ايه ده النقطة العشرة ايه اللي اجنياس ده كله اللهم اصال على النبي لا يا مين انت تغير مين يا جماعة خلاص من الفين وقت العشرة في الوز بيت في كمان يعني خلاص نصلك عمودي البي جي بي ويخلص ايه الحلاوة دي عمي مينة عندكم السيوم الفترة دي ولا مفيش ايخلص انت مش اسبوع ده بس مفروض فيه صحابي بكر مسحين رحين ناكل هامبورجر لا ازاي الاسبوع اللي فات ما رددوش شكل اقول لي صايمين لا ازخرجنا الخميس اللي فات فننأكل هامبورجر وقفنا عند المحيل قالوا لي احنا صايمين ما قلتوش لهم الاول من مدية ناصر لمهندسين لهم تقولوا دي عمي صايمين طب الاسبوع الجاي تقولوا معا الاسبوع الجاي فانا فهمت ان هم مفطروا خلاص عيفطروا ولا لا بس هم هم متدينين جدا فما بيفطروا مش دول فمفروض انت السيوم الصحة لغاية امتا لحد امتا امتا السلع عادي مش عارف لحد امتا لحد امتا يبقى لو خلتك معا بكرة برضو هيقل لك ايه مش صايمين انا الكوز اناكل فيلي بقى اروح اناكل ايه اول هكذا بقى اخرج معا مرفت عدن اناكل فيتزا صيام يا جدعان انا طب انا انا حاسم على المسلمين مش هينف حاسم على المسلمين كمان قدرك اصحابك مسحيين هدعم ايه الديفلت بتاع الفاصل الديفلت ربعة بتاع الفاصل يعني ايه لو الراوتر عنده لحد اربعة طرق من كيرا ما انت تقول له هو هيعمل وتشيرنج عليه يعني لو عندك راوتر عنده وصل طريق اتنين ثلاثة اربعة فالاربعة لو شافهم زي بعض هيلوتشير عليهم جير ما انت تقول له يعني اللوتشيرنج مش هحتاج كماندو ده معنى كلمة بايدفول بس لو عنده طريق خامس لا الراوتر لو عنده طريق خامس هيشتغل على اول اربعة بيتعلمه مش هيشغل الخامس الا لو انت قلت له كله كله لا لا كله يعني بص support equal load balancing لوتشيرنج اربعة بايدفول على كل البروتوكولات الكلام بصو فطرة في الراوتر maximum 16 في كله ما عده ايه بقى كل 16 part يعني maximum 16 part بيكون configuration ايو 16 طريق هو الواحده من جيل متى تكتب الامر ده كان لو لقى على الغاية اربعة طرق هيحمل على الاربعة طرق لقى ثلاثة هيحمل على ثلاثة اثنين هيحمل على اثنين لقى خمسة مش هيعرف يحمل يجري على الاربعة لو حبيت تقوله يحمل على الخامس مثلا تقوله maximum process 5 هيحمل على الخامسة لو لقيت 6 طريق 6 تقوله maximum process 6 فناصد دي لو انت عندك طرق اكتر من اربعة محتاج تتدخل انت بايدك وتفهم ولو مسموح لك لو لو كانوا زي بعض يعرف لو مزي بعض كان يختار احسن طريق بس لكن ناصد دي لو عندك اكتر من اربعة طرق زي بعض مش كده حالة نادرة اصدر اربعة طرق زي بعض واحنا اصدنا في مصر في الايه بقى حسب البروتوكول انت مش شغله انت لو مش شغل الرب وبي زي بعض في الوب في الوزبيف زي بعض في السرعة وزي بعض في السرعة ده كله بيرجع للبروتوكول انت مش شغله مثال بقى ناسل على الونان نهامه ناسل في الونان نهامه نهامه الله حاضر يا سيدي بيني النقطة الاخيرة بقى تعملت جميلة بس عرفيك لما يكتبه بأيذيب بيفتكت يعني يبقى سهل عليه في المراجعة والاستفكار ممكن الجزء بتاع السبيلات هورايزون طيب عندسة با لما يخلص اه عنية اللهي كويس انك فكرتين انا كنت حنسة عندسة مينا معايا واغيبتوا برايحة في حتة تانية اه من قلت نستغل للوقت كويس جاوفيس انك فكرتين معلش عندنا بس سؤال عن حيثة الاسبيترايزن في أيوا بالمرة لو حد مش عارفة لأنها بتتكرر كتير بصوا لو عندك راوتر ايه وواصل براوتر بي وراوتر ايه ورا شبكة اسمها 11 وده من انترفيس اسمها ايثر نت وسيريال وراوتر بي عنده شبكة 15 ودي مثلا من ايثر نت وان وسيريال وان هيطلع ان ما بين الراوترين دي بناعتبرها شبكة ومسكة مسلا بتاعها 30 وحده الراوتر ده هيبقى عارف ايه في الراوتر انتبال هيطلع الواحده بيعرف حبيبك سي سي السي الاولانية شبكة مسلا 11 24 من ايه زيرو بكم هوب بزيرو وعارف شبكة 10 مسكة 30 من اس زيرو بزيرو هوب طيب والراوتر التاني تاني الشرح راوتر التاني حيبقى عشان عنده اتنين انترفيس عنده شبكتين كنكتب شبكة 15 بس دي مين انتجاه من اتجاه اي واحد بزيرو هوب وعنده شبكة 10 مسكة 30 ودي من اس واحد بزيرو هوب برضه بعدين هنشغل بقى اي بروتوكول من البروتوكولات اللي احنا كنا راسينا من دول اي بروتوكول من التمانية مفروض ان الراوتر بيعمل ايه يبدأ الراوتر يبعت حاجة اسمها الابديل يعني ايه يقول له تعالا اوديك حلو وحيقول له تعالا اوديك ليه المفروض ان كل الراوترات بتبعت الراوتنكتب البتاحها يعني له تعالا اوديك لمين لشبكة 11 ليه مسكة كام 24 طب ما هي شبكة 10 عنده في راوتنكتب الممكن المفروض يقولي تعالا اوديك لشبكة 10 ودي جينا بقى دور لسبيتورايزون ليه تحكي عن عشرة ما هي عشرة مشتركة ما بينك وما بينك ايش عرفنه ما هي عشرة من نفس الانترفيس اللي حبلغه اللي وصله معاه فليه ابلغه من هنا عن عشرة وليه هو يبلغني عن عشرة ايه مشكلة ما كوني يبلغه عن عشرة ايه انا شغلت جزء من الباندويتس وستوف ريسورسز يعني ريسورسز شغلت باندويتس وايه كمان والبروستسور والميموري ازاي يعني كما لما انا بعضت معلومة زيادة عندنا لازم شغلت الكابلة ده الفاضي ولما هو جاءت لمعلومة زيادة ما هو شغلت دماغه الفاضي وشغلت الزاكرة بتاعته الفاضي فانا كان ممكن اعمل ايه ما حكيش عن عشرة هو ده بقى هندس الاسبيتورايزون الاسبيتورايزون اهو ما انا ما احكيش ما احكيش المشترك ما بيني وما بين القدام وما لاحكي ايه ده يحكي اللي وراه عشرة احداشرة وده يحكي اللي وراه خمسة عشر يعني كل واحد هو بيحكي للتاني بيحكي للتاني عن مين الشبكات المستخبية وراه ما نحكيش الشبكات المشتركة ما بينهم وما بعد بعد من الاول خالص ايوه كنا بالزبط كده بس طبعا انت عارفين الحقيقة مفيش مددار وما الحقيقة بقى ايه فيه programming rule بيتقوله ايه تقوله روت لرنت فروم انترفيس ده الترجمة بتاعت سبيتورايزون يعني ده البرمجة بتاعتك route learned from interface should never be advertised back on same interface يعني الشبكة اللي تعلمتها من على اس zero ما تحكيهش تاني من على اس zero ليه هتبقى ديه اكيد هتشوفها بالنظارة طبعا ايه بصة النظارة ايه بصة افتراضية بس فالاخر كله برمجة ففبرمجة البروتوكولات بيقوله ما تحكيش الشبكة المشتركة ازايك قلو ما تحكيش عن شبكة هي تعلمتها من على نفس الانترفيس من نفس الانترفيس هي connected day مش كل connected ما فيه connected تانية ممكن ما هي بس connected اللي على اي zero ماحكيها من اس zero عادي لكن connected من اس zero ليه احكيها على اس zero ما هي connected يعني يعني انا عارف او كل ده عارف عشان اكيد كل اتنين قدام بعض connected على نفس الشبكة طيب ما لهاش تازم ان انا احكيها to save resources طيب ايه المثال الاخير scenario والسيناريو ده هتلاقيه فيه سيسكو نفسها موجود وفي كتابها موجود وبيقول لك كده هنحل السيناريو ده مع الغاء delay يعني ايه ما تحطش في حساباتك delay عشان تعرف تطلحها بالنظر طيب بص معايا بقى الرسمة عاملة ازاي router ايه عنده interface ethernet zero serial 1 وعنده serial 2 وس serial 3 ايه serial دي دول 3 طرق طريق ما عدي على router B وبعد كده مواصل لراوتر اسمه D وطريق مباشر لدي حلو طريق مباشر ده مغري جدا عشان نقدر نوصل لبعض مش هعدى على العواقق في النص وطريق لراوتر C وفي الآخر اقدر اوصل لمن؟ اقدر اوصل للشبكة عشرين مين شبكة عشرين؟ الـ destination ان احنا عايزين نوصل موسكا كام؟ 24 السؤال اللي لو حليته انت فهمت راوتن كويس السؤال بيقول ايه؟ question which routing sorry which path اني طريق will router ايه choose يعني router ايه هيختار اني طريق to reach عشان يوصل للشبكة البعيدة كام؟ شبكة عشرين صفر 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 سلاشة 24 فالسؤال بيقول ايه؟ فهي اصبت الانتحان اغلبها كده اغلبها ايه؟ يروح جيب لك router وجيب لك routing table بتاعه ولك تفتكر الـ router ده عشان يوصل لشبكة عشرين يمشي من S1 ولا من S2 ولا من S3 خلان اقول لده دهش مع بعض تفتكر الـ router هيمشي من اين سكة S1 ولا S2 ولا S3 على حسب ايه ده؟ الصبح مجووش كده الصبح قعده ويقوله حاجات كتيرة كلها من الصح على حسب الجيابة لانا كنفس اسمعها يعني على حسب حسب البروتوكول بمعنى على حسب البروتوكول حنشوف ايه المعيار بتاع الـ AAS وعلى حسب المعيار ده نشوف ايه طرح هيختار ايه طريق او صح تعالى باقولك كل اللي على حسب عشان يسهلك انت اللي اختيوه اولا با عايزين نشوف لو كان البروتوكول المستخدم لو كان البروتوكول المستخدم هو الريب يعني إِفَ الـ Routing Protocol لو كان الجداول بتاعتنا Routing Protocol يعني Routing Protocol هو البروتوكول يجبلك الجداول بس فلو كانك تجداول ستنتج نتيجة استخدام RIP version 2 مع العلم اللي بقى الطريق اللي فوق سرعته اسمها كده T1 Speed اللينك دي سرعتها T1 يعني إيه بقى T1؟ صحي طلع T1 دي سرعة كده وحدة إيه السرعت طلع تها AT&T بالميجا تبقى 1.5 و 4 من 100 ميجا بيت في الثانية انت حفظتها زينا و 1.5 و 4 دي طب و 1.5 وسهلة لكن تجيبي 4 كمان اساتر طيب فالسرعة دي 1.5 و 1.5 الطريق اللي فى النص ايه ده؟ عزة بقت ماشي فيقني دوليش نها مكتوبة فى الكتاب همش بقى كتاب 64 كم بيت في الثانية الطريق الثالث 10 ميجا يعني مين اسرع طريق فى الثلاثة؟ طريق اللى تحت قولي بقى لو هنستخدم الرب هيفضل اني طريق S3 ولا S2؟ S2 ليه بقى S2؟ طلع ان الطريق اللى هيستخدمه طريق S2 قد كده ضرب بالسرعات عرض الحق يعني فى الآخر ايه؟ ما بيشفهاش بالظبط هو ما بيشفش سرعات يعني هو بيني للجداول ما بيقولكش تعالى وديك بسرعة كذا ما اللى كله بقوله تعالى وديك بحب كذا هو بالنسبة له السرعة دي مش حاجة كدة معروفة ليه؟ ايام زمان لما اخترعوا الرب اللى عامل بتاع السرعة ده مش كان مش معروفة اللى بيحسبوها فى حصلاتهم فتعالى نكتب كده مع بعض يعني الرب version 2 ماله المعيار بتاع القاس بتاعه ايه؟ هوب طب وطرى الرب version 2 administrative distance اللى هي وسط صحابه ترتبته ايه؟ ترتبته 120 شد خط ما فعلا صح هيتطلع الروتر واشتغل بالرب هيمشى بالسكة اللى فى النص وده غير موضوعي على طبق خال انت عندك سرعة 10 ميجا وتمشى فى الطريق الى 64 كيلو تعرف لو داخل عالفيسبوك بسرعة 64 كيلو دى ممكن تاخد وقت قداشى تحمل الصفحة الاساسية بتاعتك ربع ساعة انا مجرب طبق قبل كده انا فى الاخرى ايه؟ قلت كنات ولك اعمل لاب اجرب وروح تجايب لابتوب عندي قديم في بورت اسمها مودم dial-up راح تموصل خط التليفون عليها بشكل مباشر ومتص برقم 03753 الرحم ده بيعمل لك dial-up اللى هو اللى انا بيحملها لقتها على موبايل ادوس بس على تطش كده بتحمل على طول فاخد ربع ساعة فى حاجة ممكن كانت بتطشاية كانت تتعمل فى ناص دى دى صار اب بطيئة وفى الريب غير موضوعي وعشان كده recommendation استخدم مين؟ استخدم الOSPF طب صحيح لو كان الOSPF هو البروتوكول اللى شغال وعلى فكرة OSPF اللى احنا درسناه او اللى احنا درسه اسمه OSPF version 2 بيعتبروا الاساس هو version 1 بيعتبروا ده version 2 تفتكر لو شغالين OSPF هنشتغل بعنى طريق؟ S3 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 المرة دى ليه بقى؟ هيطلع عن الطريق الاسرع شف؟ مش محتاج بقى تقعد تحسن تقول لي المعادلة هو 10 أو S7 أو S8 ففى الاخر ايه؟ ما هو اكيد المعادلة هطلع عن الطريق الاسرع هو الاقل في المشقة بتاعت فى ناص دى S3 على طول طب ليه بقى؟ لان الOSPF version 2 المترك بتاعه رحاول اجيب لك ايه؟ اهم النقطة اللى كانت فى الصبور اللى فاتت is cost والcost دى بيساوي ايه؟ بيساوي 10 أو S8 على الباندتس كل من الباندوتس يزيد الكوست يقل كل من الباندوتس يقل الكوست يزيد طيب والادمندستنس عشان خطر الكوست بتاعه معيار يعتبر معيار جيد 110 الاساس 115 والOSPF 110 طيب افر بقى كنا مشغالين routing protocol EIGRP هيطلع عنه هيختار برده S3 اش معنى؟ هيطلع عنه ال EIGRP هيختار S3 عشان اسرع مش ال EIGRP بيختار بمعادلة ما انا عملت نجليكت اللى دريه عشو تبقى سهلك فى الاختيارات تبقى شد الخط ان ال EIGRP المترك بتاعه ايه؟ composite مركب والمعادلة بتاعته كام؟ 256 مضروفة فى 10 السبعة الباندوتس زاد؟ عشرة فى الديليه طبعا انا عن نجليكت الديليه يبقى الفتر بك كل واحدة يبقى انا نحتاج بالباندوتس بس بس ده عشان نجليكت طول عمر عشان نجليكتو بس طول ما انت CCN في الحسابات عشان خطر يفهمك كالفكرة والاخر كده كنت مش هتشتغل راوتر وانت عتشغل الراوتر 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 اللى حيبقى يحسبلك ويطلع عليك النتيجة ويطلع عليك ال Best Path وال Admin Distance كام؟ وال Admin Distance 90 حلو طب ما تيجي بنشوف مع بعض لو انت روحت خبط الغبط دى روحت جيت فى شغل ولا حتى فى لاب وروحت نشغل راوتر التلاتة بروتوكولات إفة ريبتو أو اس بي افتو عند إي اي جي ار بي ما لهم قرني إفرد انت شغلت التلاتة الراوتر هيطلع الراوتر هيطلع الراوتر هيطلع البروتوكول ليه Admin Distance L لو هيفضل مين؟ إي اي جار بي حلو بعد ما الراوتر اختار الإي اي جار بي حيبداى يشوف يترى الإي اي جار بي عنده كم طريق ثلاتة يعنى الإي اي جارة بي ويشوف ثلاث ترابة يعني اي جار بي يمسك النظارة يعني ن بدات الرب مش هيبوس det يعني ان داتة الرب مش هيبوس det يعني ان lasers meanwhile وليا اي جار بي نشوف بي حين الس كام لياته لأفضل ثلاثة طب يعني مسترى التلاتة طب tyr希ة الاول أو بمسترى البروتوكول الاول قضى هي القاعدة صح قاعدة الأساسية عشان تختار البست باث عامل آخر لو أي حاجة غيري رح تقولك ده جات لك في أي سؤال في interview إيه القاعدة اللي فيها الراوتر بيختار البست باث هيطلع قاعدة اختيار البست باث هي نحن لازم لو عندنا أكتر من بروتوكول تختار مين عندنا أكتر من بروتوكول تختار اللي لي أقل administrative distance تاني كده انت ببص على administrative distance ده in case if many protocols are running أي لو من شغلين كذا بروتوكول تنبص على administrative distance الأقل والأفضل طيب وبعد ما اختارنا بروتوكول يعني رسينا على بروتوكول يعني بعد كده بعد ما رسينا على بروتوكول البرتوكول ده لو شايف كذا طريق بالضبط كده هيبقى list metric عش إمتى ببص على المترك ده لو كان في كذا path يعني لو في كذا path exist موجود فساعتها هنختار كذا طريق وهنختار بالmetric طب بإفرد كنت لقيت الطرق كلها بنفس المترك then ما ده اللي هيوصلنا لمن لخطوة اسمها خطوة load sharing load balancing ده بيتعامل امتى ده لما الروتر يفقد الأمل انه يعرف يميز الطرق عن بعض للاقى نفس البرتوكول او قرم بين البرتوكولات واختر واحد فالبرتوكول ده قال له ده كل الطرق عندي شايفة زي بعضية بيقدر فيعمل load sharing اللي هو load sharing load balancing لحد كم طريق بص مهما كان البرتوكول يعني كالان ده قاعدة عامة لحد four paths by default مع عدن bgb ما بيختارش جرى باس واحد بس four paths by default وmaximum 16 الستاشر دي معنة by configuration حلو انه لي بدأ من اتنين اكيد عشان في حاجة قبل كول ده قلت سيبها لك نختم بيها عشان خاطر دي حتبقى مفتاحة للصبورة الجاية في المحضرة الجاية الناحية فضل في طريقين نفس البرتوكولي الاول ونفس السرعة ماشي لا استنى كده يعني انت اخترت البرتوكول ولا لسه مخترناش e or p ماشي عندنا طريقين شغلين عيون e or p ونفس عدد الهوبات لو بص الطريق من s1 وطريق من s3 بس نفس السرعة نفس السرعة ونفس الهوبات طب ما هيعمل عليهم equal load sharing طريق اللي في النص مش طريق النص مش نفس السرعة مش عامل equal load sharing مش عامل عليهم اللي يزن تبطلوا باحبح فبحبح ده هيالك ايه اشتغل على البست واللي في النص ده اللي هو الباكة بالنسبة لنا هيشتغل عليهم بس نسبة وتناسب مختلفة عارف نسبة وتناسب كامل كامل عشرة ميجا ده اربعة وستة كيلو يعني ايه كل مسلا مليون باكت هنا يبقى فيه باكت مسلا هتتروح على طريق في النص فحي لوتشير هيظلمه في لوتشير بس ينفع طب بقى اللي ايه اجار في بس اللي ينفع يعمل كده بتكوية سنكسلت وسؤال ايه لو ايه اجار في وعندي طريقين زي بعض والتارت مزيهم هيختار مين هيختار الطريقين اللي زي بعض اللي اتنين سكسسور عشان زي بعض لوتشير عليهم ايه كل طيب انا ينفع دخل الثلاث اللي مزيهم اعمل variance بدخل الثلاث بس هيدخل الثلاث ازاي مش هيحمل عليه زي دول دول حماليهم اكتر وده يحمل عليه ايه 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 ازاي بيعملها variance الواحده بيحسبه هو automatic نسبة واتنسبة هو dynamic protocol مش هيمش استاتيك انك بتقوله بيديك حمل كامل 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 لا هو automatic بيحسبه هو automatic بيعوض فيه طيب هنا بقى الاهم بقى ان قبل ما الروتر هيطلع بيبص لكل الحاجات دي هيطلع بيبص لحاجة مهمة اوي اوي حاجة مهمة دي بقولك فتحة المحاضرة الجاية اللي هي ختام الروتر ان شاء الله ان الروتر هيطلع بي prefer حاجة اسمها details over حاجة اسمها summary يعني الروتر لو يعرف طريق بالتفصيل ويعرف طريق مختصر هيفضل الطريق اللي بالتفصيل قبل ما يبص لعلى admin distance ولا على metric ولا على غير يعني ايه يعني هيطلع ان احنا في عندنا حاجة اسمها تفاصيل وتلخيص لو حد حضر اللي باللي فات وانا عملنا امر اسمه note to summary لغينة summary كنت عايز يظهر التفاصيل ليه انا كنت عايز يبقى مش باين غير التفاصيل بس عشان النقطة دي ما تخشش خلاص في حساباتنا فروتر يختار بقى بال admin distance ولا يختار بالمتر يختار بقى حاجات تبقى سهلة في الشرح طب معلش يعني ايه برضو كلمة الروتر بي prefer details over summary هيطلع انه ممكن بعض الساعات شبكات تبقى كتيرها subnets كتير روتر عرفهم كلهم بالتفصيل ومن طريق تاني الروتر يعرف كل subnets دي بشكل ملخص بقولك تاني سبورة كاملة المحاضرة جاية عن التفاصيل والتلخيص طب يعني مثلا ممكن ساعات يحصلين تلاقي روتر من روترات يعيني كده شايف ايه في ال routing table ان S1 و S2 طلعين على الشبكات طيب ال routing table شايف ايه شايف انه يقدر يوصل من S1 لشبكة 20-000-26 يعنيش اس ل 26 دي subnet حد يتوقع 26 دي يعني فيها كم IP فيها 64 IP بس فبيقول لو مش ات من S1 هذا روصل ل 64 IP في الشبكة 20 طيب ممكن بقى يلاقي ان 20-000-000 من S2 مرده عرف يوصل لها بس مش بنفس الماصق عرف لو بنفس الماصق كان ساعتها طب مهو دلوقتي دلتر ايه نشوف بقى مين احسن protocol لو في كذا protocol نشوف مين احسن مترك لو في كذا طريق وهو المترك لكن لا ممكن نلاقي كده بص لو لقى الماصقين مختلفين سيبك بقى من الكلام اللي بالازرق دا مش هيبص عليها هيبدأ يقترن بالماصق واني ماصق هيسميها كده longest bit match ايه longest bit match longest ماصق is preferred يعني يبقى longest ماصق يعني لا longest ماصق لماصق الاطول لا الاربعة وستين ليه بقى ليه بقى ستة وعشرين دا ماصق اطول عرفت ستة وعشرين سبعة وعشرين اطول 28 اطول كونز بالزبط كده طيب معايش ايه الحكمة اللي فيها ابعندي لسه حد بنحكمتها مرة اللي جاية بس معبقتا ان مستحيل تبقى اصلا فيه كده في الحياة يعني ينفعش اصلا الشبكة هي موجودة بمصكين الا اذا طريق بيحكي التفاصيل الحقيقية يعني هي صدد بجد وطريق في روتر من روترات هبد ولخص يعني لخص بدل ما يقول الحقيقة ان الشبكة مصك 26 هبد يعني دايما لما يلاقوا مصكين مختلفين يولا ما هو اللي يعني تاني من في دول سامري المصك الاكبر اللي بيحكي عن ايباد اكتر بيسموه ملخص يعني ملخص لكنه حكي عن الناس اكتر في نفس الصدق وده بيسموه تفاصيل طيب الراوتر هيفضل ايه والله الراوتر لو جاي له داتي تت عايز توصل ل 20 001 بل اكتب 20 001 وسط 64 دول 20 001 وسط 256 دول اني طريق منهم اكتر مصداقية اللي بيحكي عن عدد اقل مصك اطول يعني بيحكي عن عدد اقل ليه لما اقول لك انا هروح من السكة دي هلاقي محمد وابراهيم وميناء ومن السكة دي هلاقي باقي العالم متأكد ان باقي العالم ولا ممكن اتنين في العالم نايمين دلوقتي مش موجودين ولا ممكن يكون في اتنين مش موجودين وانت يعني عايشين اساسا انت بتقول عنهم فيطلع اللي بيتكلم عن عدد اقل من الاجهزة ده بيبقى اكيد وافق من طريق بتاعه ده حيثبت لك امتا ده حيثبت لك مع اول صبورة المرة الجاية لما نشوف يعني سامري ويعني تلخيص وعشان كده لما كنا بنعمل نقطة سامري في اللابات كان مش هدف ان انت بس تشوف التفاصيل لكن هدف ان الروتر يبقى شايف كل حاجة بالتفصيل عشان يقارن يقارن بدون ما يكون بلايم ما يكون اعمى بدون ما يكون شايف ماسكات مش مظبوطة دايما هطلع مستحيل يبقى فيه ماسكين كده يعني يالشبكة كده يالشبكة كده فواحد من الاتنين متحك عليه دايما مين متحك عليه اكيد اللي ماسكو اطول مش متحك علي ماسكو بيحكي عن عدد اقل يبقى كده بيحكي بدك اللي ماسكو اقل فبيحكي عن عدد كبير من الناس يعني من 56 ده ممكن يكون مدحوك علينا اللي عايز تعرف اكتر عن الحتة دي اللي محتاج تحضر اكتر بستعرف ان المسك الاطول اهم مش خطر الامتحان التاني بقى اللي بعد عيد باسبوعين عليه اسئلة عن الحتة دي ثلاث اسئلة زادت من وسط الثلاثين سؤال الجداد اللي بيجوا في الامتحان من يومين كلهم بيقولك شبكة لها ماسك وماسك يا ترى اني ماسك هيبقى افضل ماسك الاطول هو الافضل ناخد صورة مع ريشر السابور عشان الزمله الانلاين ولو حد عايز يسأل في حاجة معاك لو خلاص المرة جاية حسناك لو حد اونلاين عايز يسأل حاجة ما لسه موجود انا ومينة لمدة ساعة من الان